اليوم على استيك من بيع الشقة ب 11 يوم بسوء أسرع من السوق بثلاث أضعاف يعني عن جد في حدا اليوم قاعد بتوكيو بقدر ينزل للطبيق وبثلاث أضاية يكون مستثمر بدوباي وبيجي تايتل ديد لصق البيع وبيجي شير شرتيفكت من الDIFC انه هو اليوم عنده استثمار بهالعقار الحمد الله يعني جبنا جولة من أهم مستثمرين بالمنطقة 14 مليون دولار الدولار ما شاء الله اليوم الكريبتو بروح على الزيرو فيروح على الزيرو والستوكس اليوم فيها تروح على الزيرو الحلو بالعقار انه صار ما صار العقار بيضل وين حيروح؟ انا تعلمت لما بلشنا استيك اذا يوانتو بي لتكون ناجح انهاوس افريثنج السلام عليكم في حلقة يديدة مع ضيفنا رامي من جيت استيك رامي اسس جيت استيك وهي مختصة بالتمويل الجماعي للعقارات الجميل في الامر انك تقدر تستثمر بمبلغ يبدأ من خمسمائة درهم في اقل من ثلاث دقائق فامانة موضوع الاستثمارات نحن في مدرسة الاستثمار وايد حريصين ان ما نقابل اشخاص ياخذون فلوس من عند الناس اللي اذا كانوا متواجدين في اي دي جي ام ولا دي ايف سي لان هذه اموال الناس وفيها امانة فدور من واجبنا لا اتمام ولا المساهمة في هذه الامانة ان على الاقل انقاب الناس يخضعون لرقابة شديدة فقيتستيك واحدة من هذه المنصات عندهم قصة وايدة حلوة حاليا متواجدين في دبي ورايحين الاسوق ابوظبي والسوق السعودي الحلقة فيها جولات استثمارية فيها علاقة مع الموظفين وحصصهم في الشركة نتكلم عن عقارات بقيمة 390 مليون درهم ففيها متعة فيها وسيلة للاستثمار اللي يرغب في الاستثمار وفيها تجارب اتكلم عن رامي بخبرة فوق العشرين سنة في عالم العقارات فترجم هذه الخبرة من بياء عقارات الى بياء عقارات لكن بطريقة ديجيتال بطريقة دخل اموال للبلد من خارج البلد المستثمرين فيها اكثر من 200 جنسية من ضمن النسب والاقام الحلوة اللي ذكرها رامي انه عندهم فوق الـ 50 أو 50 تقريبا بالمئة من هذه الاموال جاية من خارج الامارات فمثل هالنوعية من المشاريع انا متأكد انها تنمي من اقتصاد البلد تزيد من فرص خلق الوظائف انا صراحة استمتعت واتمنى انكم ان شاء الله تستمتعون وتشاركونا التعليقات بحاول اني ارد على كل تعليقاتكم ومشكورين وشكر خاص لدول الاعمال كونهم الراعي الرسمي لهذه الحلقة انا نقلت على دواي بال2006 يعني ضغري من الجامعة بلبنان جيت لعلى دواي بس مش لفوت بالعقار كنت مبلش بشركة هي بتكون سبسيدري لبروكتور ان جامبل اوكي بلش معون جمعتين ثلاثة ومن هونيك لاحظت انه هالشغل مش لقلي شو كان الشغل عبارة عن شغل كانت تاخد الجودز تبعى البروكتور ان جامبل وتروحت لان انا كانت بعدني مبلش بالشغل الجديد بكنا نروح على السوبر ماركت تذكر اذا ابن بطوطة مول كان نروح لهونيك نحط الاغراض تبع البروكتور ان جامبل ساعة 5 السباح على رفات يعني بعد جمعتين بتذكر حكيت الوالد بتقول له هالشغل مش لقلي قال لي يا حبيبي صال لك جمعتين كيف بتحكي لنا هالشغل مش لقلي بتقول له هالشغل مش لقلي بتقول خمسة السباح هنصير حط قصص على الشالف يعني مش لقلي هالشغل بعدين سبحان الله تعرفت على حدا بيعرف ناس كانوا مؤسسين شركة اسمها The First Blue اوكي هتشتغل بالعقار بالعقار وكانت انا اول موظف عندهم الشركة كانت عبارة عن غرفتين نوم على الشيخ زايت وكانت انا اول موظف غير للجايبين حدا بالسكرتيرا وحدا للكون وانت شو دورك معهم سيلز واو بدون اي خبرة يا الله سيلز كيف الواحد يقدر يبيعه اذا ما عندك خبرة يا خيه الباعة هي شخصية يعني انا بلاقي انه اليوم الواحد يقدر يعرف يبيعها هي شخصية يعني اوكي بتتدرب وبتتعلم على الزباين كيف تحكي معهم شو بدك تبيعهم شو بدك تقول بس هي شخصية بلاش معهم انا بألفين وستة اول سيلز بيرسون عندهم بالمكتب وما شاء الله كبرنا يعني صارنا فوق الالف موظف سننا نبيع وقتها شي 3 مليار درهم بالسنة واو سو ايه يعني اتوز ويعني خلا نقول بما انك انت من اول ناس هل تركيت بسرعة معاها اي تركيت بسرعة ماشر ضايق ينبيع وانت عم تشتي بتقدر تبيعه بعد ساعتين بأغلب يا اخي الناس كانوا يبيعون الطابور صح كانوا يبيعون دورهم صح ايه 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 100 ميه اذا في 2006 كنا عم نعمل يعني بتعرف العكار كنا طاير وكل عالم بتعمل مصاري يعني ما كان شغل صعب صح انا اتفق معاك ان على السيلز ما كان شغل صعب بس اليوم شغل صعب فيه تنافس ايه فيه تنافس كتير شو اللي ميز من رأيك السيلز القوي من السيلز العادي اللي ما بيتفوش كتير اللي بيتلفن وبيتفوش وإجراسيف هده سيلز عاطل عادي هده العاطل العاطل السيلز العاطل اللي بيتفوش كتير وبيكون إجراسيف ومبيسمع على الزبون وبيتلفلو عشر مرات يعني هده السيلز اللي ما له محل بسهول يوم زين السيلز القوي شو قاعد يسوين بيسمع على الزبون بيعطيه مجال يفكر بيعطيه الـ Option ما بيحط عليه برشر لزبون يعني بيبيعه شي هو بيقدر يبيعه لأهله هيدا أهم شي يعني اليوم انت ازبادك تبيع هي الاستثمار العقاري انا دايما بقولها هي اهمة بيعملها الانسان بحياته صحيح يمكن لكثير من الناس بتكون مرة واحدة مرة واحدة يعني عم تشري شي اليوم معدد للعقار بدوباي صار مليون ونص درهم يعني عم تشري شي بمليون ونص درهم هيدا مش بسيط مش بسيط ما عم تشري شي بالسوبرماركي صحيح لذلك اليوم لازم لما حدا عم بيستثمار ياخد الدسيجنز ويكون اللي عم بيساعدوا بهالدسيجنز يكون فهمين السوق عم بيعطيه the good decision making المشكلة اليوم عندك كتير ناس بس بيهمة الكمشين العمولة صحيح العمولة الكمشين لذلك اليوم انا اللي بلاقيه انه العقاري الشاطر بيعرف السوق وبيعطيه دسيجنز وبيقدر يساعدوا بالانفرميشن ما عم بيتفشو على مشروع واحد بيتفرجي شو موجود بسوء وبيبيعه شغلي هو بيقدر يبيعه لأهله هذا اهم شيء او هو عم بيشري فيه اليوم خلنا نقول للبيعين الشطار في مجال العقار هل يبيعون من خلال مثلا event ولا من خلال الاتصالات ولا lead generation campaign كيف قاعدين يبيعون؟ بيبيعون كل الطرق تليفونات شو تتوقع الأفضل لو اليوم انت انا قلت لك ما عندك ولا وظيفة تلاقي تستيك ولا غيرها بتشتغل sales وانت عند موقع مثلا agreement مع كل المطورين كوسيط عقاري شو الأسلوب المفضلة اللي بتستخدم عشان تبيع أكبر عدد ممكن من العقارات اليوم اكتر شي بينجحول digital content اللي عم تعاملوا انت على social media وانت على الحالة وهذا اكتر شي عم ينجح اليوم المشكلة اليوم التليفونات العالم خلص تعبت ما كنا عم نحكي اليوم او انك انت على لديك على اوضابي كم تليفون بيجيك بنهار عم يجربه يبيعوك مشروع صح صارت مزعجة اليوم احسن طريقة اليوم للاحد يقدر يبيع العقار is good social media educational content اليوم العلم اللي عم بتنزل صورة عم بتسوق روز رويس او عم بمشروع وقفين قدام الرمل عم بيفرجة ان هو شير ساعة غالية this is not content اليوم هو بيكون educational عم بيفسر شو عم بيصير بالسوق numbers statistics شو عم بيصير بالسوق وين العقار طالع كم واحدة فيه بها المشروع شو السعر شو سعر السوق شو صار التداول اخر التداول اللي صار بها السوق هاد اهم شي ده انا اليوم هالي content application مثل ريست في دبي يساعد ان يخبر البيعين عن وضع الماركت شو اللي موجود في باقي الامارات او مثلا دول الخليج هل فيه فيه شبيه له هالي اكتر شي انا باعرف فيه هو سوق دبي وهالي عم نفوت على سوق السعودي كم صار الكم بديتوا في السوق السعودي السوق السعودي ان شاء الله بعد ثلاث جماعة ثلاث تسابيع من نعمل timing بيكون perfect ان شاء الله اغلتنا شي 18 شهر اللي نقدر نفوت على السوق بس الحمد لله اخدنا من المنظمة المالية هونيك cma وان شاء الله ونكون live بعد شي جماعتين ثلاثة الحمد لله ان اخدنا الموضوع كان صعب شوي بيطول يعني اليوم انت اخدت لما تتأسس شركة اللي هي financial regulation مثل دي ايف سي في دبي مثل دي ايف سي ياخد الموضوع وقت ياخد الموضوع وقت اخدتنا شوية وقت اكتر لانه المتطلبات كانوا اكتر بس 18 شهر 18 شهر صدق انا اتخيل ان كتير من من اصحاب المشاريع واصحاب الافكار اللي يفكر يأسس منصة نفس gate stake يتخيل الموضوع شهر شهرين الموضوع ياخد وقت ياخد وقت كتير وهي دا كتير منيحة للمستثمر انا بيعرف اليوم الشركة اللي اخدت الرخصة الفلوس والهادم يعني امنة يعني اليوم كل البروسيجورس لازم انت تتحطه على المنصة صعب كتير مفيك تفتح منصك في مكان التكنولوجي طبعك لازم يكون كتير ادفانسد اليوم انت عم تفوت ناس يعني احنا اليوم خبرك صار عنا فقسة مية وخمسين الف مستخدم على المنصة هون عندك كلها من حيالة بلد بالعالم اليوم راحنا stake بتخلي المستثمر من اي بلد بالعالم يقدر يستثمر بعكارات دوباي وان شاء الله قريبا عكارات بدوباي وان شاء الله وان شاء الله قريبا بعكارات بالسعودية كل هالبروسيجورس كتير قوي لما تقول السعودية محددين نطاق معين الرياض او السعودية السعودية هو الوفيس المينوفيس حيكون مكتبنا في الرياض في الرياض والمشاريع بتكون متنوعة في اي مكان باي مكان بالسعودية بس لكن اليوم عم نشوف انه السوق بالرياض كتير قوي العائد كتير عالي فيه development كتير رحنا اليوم تبعنا مراكزين على مشاريع بالرياض اول شي ما دخلت ابوضابي صح؟ ما دخلنا ابوضابي بس هندخل ان شاء الله قريبا اوكي يلا للي ما يعرف شو هي جيترستيك مع انكم انتم معروفين بس يلا انعرف الناس هي منصة عالمية عكارية مؤسسة بدباي منظمة با دي افسي بتخلي حيال مستثمر من اي بلد بالعالم يستثمر بعكارات دباي بثلاثة دايق ابتدائها من 500 درهم على تطبيق اسمه ستيك بتلاقيه على الاب ستور والجوجل سور وهي سهلة بثلاثة دايق بتنزل تطبيق تحط بس بورك بتعمل اكاونت نعمل كي واي سي تعرف عميلك عم تعرف عميلك وبتقدر اليوم تتملك شقفة من عكار بدباي وتاخد مدخولك الثاني نحن نوزع رنت الانكم اللي هو الايجار او دخل الايجار شهريا توزعونا اوكي بنا ندخل اكيد في التفاصيل الحين نحن وصفنا جيترستيك عندي فضولة بعرف هل دخلته في مجال ثاني غير العقار هو سوق العقار من اكبر في العالم وهيدا اللي بنا نركز عليه سوق العقار is big وراحنا اليوم بهمنا ان نركز بس على العقار اوكي العقار متل ما انتعارف انواع هل مركزين بعقار معين ولا دخلي على كل انواع العقارات اليوم بدوباي رحنا مركزين على العقار الـ السكني بس السكني لانه اليوم المنظمة بس بيخليك اليوم تعمل السكني ولكن بالسعودية حنقدر نعمل سكني ووفيس وويرهاوس حنعمل كل شي بالسعودية يساعد هناك لان البلد قاعد ما شاء الله ينمو بسرعة انك تدخل المستثمرين فهل ليش في دبي بس مخلين الموع سكني من رأيك؟ هن شايفين انه هيدا اقل شي فيه خطر او ريسك هن حابين بس يركزوا على السكني ولكن عم نحكي معهم ان صلنا فوق السنة انه خلونا نعمل اليوم كوميرشيل في قبول ما بداي من الـ في قبول وان شاء الله قريبا ممكن يطلعوا قانون جديد رحنا ناطرين اذا قدروا رحنا حاضرين لانه رحنا نشوف انه في فرصة كتير كبيرة للمستثمرين يدخلوا على الـ بالإمارات انا عرف مستثمرين في العقار عدد لا بأسبب من الشباب ما يستثمرون الا في انواع معينة يعني ما يدخل على السكني مثلا يقولك السكن يدخل بس في مجال ادخل اكثر صح هو دايما يقوله العوائد على الـ شوية اعلى من الـ بس الحلو بالـ انك انت اليوم ازا عم تشتري شقة بـ المستثمرين اللي هي مثلا داونتاون دوباي او بيزنس باي او عطام جوميرا يعني هولي المستثمرين بتدلك بتلاقي مستأجر صحيح دايما دايما بتلاقي مستأجر انا كنت بالسوق بالـ 2008-2009 انا صنع بالسوق بالعقار بالدباي من 2006 سوح يصيرو فوق العشرين سنة يعني يوم لو انت لما تتطلع على سوق دوباي حتى لما سوق هدي بـ 2009 لو كان عندك شقة حط برج خليفة بضلك بتأجر صحيح واذا العائد كنت عم تعمل 7% نزل الـ 5% طب هالا عوائد اعلى من حيالة مدينة بالعالم يعني اذا بتطلع على دوباي versus لندن او سنجابور او توكيو او نيويورك العائد على السكنة بدوباي من اعلى عوائد بالعالم أوكي حمستني تصدق رحنا مقاعد اشوف الفرقات بين الاسواق ابو ظبي بس بعد سكنة ولا فاتح لا هلأ نحكي معهم على السكنة أوكي ورحنا ما بنعمل شي تحت الانشاء يعني اليوم الـ ما بيخلينا نعمل شي تحت الانشاء وانا صراحة بفضل هالشي لانا انا كنت بالسوق العكاري وبتشوف عادل مطور اختب عندك مطورين كتير بس تعرف هلأ خففت لانه اليوم الريرا يعني واللاند بارتنو تقالي خليوان عن جد تشتغلوا شغل كتير شاطر وكتير قوي انه خلو اليوم ما بده يقدر انت كمطور تفوت على السوق اذا منك مكن صح صح ما في كتير بقى الديفاليبيرز يعني بيخطفوا مثل ما صار بالألفان وثمان 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 اليوم اذا انت عم تطور يجب تكون مكن ولكن اليوم وين الـ اذا انت عم تشتري عقار خالص بتقدر تعمل عوائد اليوم مش عم تنطر اربع سنين وخمس سنين لا يخلصوا المشروع وبتعرف ويمكن يتأخر بعض يعني عكيد فيه تأخير يعني اليوم المطور مطور اللي بيخلص على الوقت بيقولك اربع سنين بيخلص على اربع سنين كتير مطور المطور وانت اليوم عم تحط مصاري كل شهر وعم تتأخر يعني ما عم بتشوف اي عائد على مصرياتك اللي عم تحطن على شي تحت الانشاء هاي اول شغلة ثاني شغلة اليوم بتشوف كل المشاريع اللي عم ينزلون كله حلو البروشور بيضله حلو بتشوف البحورة والفيوز طب عادة ان هول هيدا البروشور اللي عم بيطلع الحقيقة دايما بيطلع مش نفس الشي في مطورين ما بيطلعوا مثل البروشور كتار بصراحة كتار وانت اليوم عم تشري شي عم تصدق انه مطور حيطال عليك نفس الشي مثل البروشور ولكن هاي ما دايما بتصير اللي حلو انه اليوم مع ستيك انت عم تستثمر بعكارات خالصة ومؤجرة وبتقدر تاخد العائد شهريا وبتقدر تشوفها يعني رحنا كل عكار بنحطه على المنصة بنعمله صور وثري دي تور بتقدر تشوف كل البروبرتي طبعك العكار طبعك قبل ما تستثمر فيه بمعنى نحنا دخلنا اا اوكي افا تخيل شكل اديل هذا كيف يتم او الصفقة هذي كيف تتم رحنا اليوم صرنا على المنصة فوق ال 200.40 شقة صارت ااخط يعني صرنا بعين فوق ال 240 شقة على المنصة اوكي بكجل المناطئ ب الدوباائي مثل ما مقلت انا وكيف بتصير اليوم في بيعين去 السوق وفي بروكرسaces كتير بسوق رحنا منتعامل مع Brothers وبروكرز. السماسرة. نتعامل مع اهم السماسرة البروكرجز يعني ما نتعامل مع اني بروكر اليوم. the top 10 بروكرجز في السوق. الافضل. الافضل الافضل ميز. اللي بتأمن عليهم بتأمن انه عم بجيبو لك شقة بجد لوكيشن على سعر السوق. لما بنتفي بيجبو لنا شقة رحنا مدلون بس ناخد برايم لوكيشن. بيجبو لنا لست عشقة اللي في هون بيعين. نتفي على سعر. نعرض السعر. اذا البايع قبل. نمضي معهن اكسكلوسيف. امو يو. يسموها ماما براندوم واندرساني. اللي هو انه انك اكسكلوسيف لعلنا. اوكي. حصري لعلنا. اوكي. ناخدها على ستين يوم. ونحطها على المنصة. ستين. ستين يوم. عنا ستين يوم لنبيع على المنصة. انا حطيت فلوس. او عدد الاموال ما كتملت. المشترين ما ما كتمل. شو رح يصير. المصاري بترجع لك على المحفظة. مدد كم يوم؟ الحمد لله من 240 شقة اول مرة صارت معنا. وحقلك انا كمانج رقم تير حلو بيعشبك. اليوم بالسوق اذا انت عم تبيع شقة. بدك تحطها على يا بيوت. وامرار اذا فيها مورجج بدك تاخد ستين يوم او تسعين يوم لتبيع. اليوم على ستاك من بيع شقة ب 11 يوم. بس اسرع من السوق بيثلاث اضعاف. بس ابا اعرف شو دخل المورجج في الموضوع. اليوم اذا انت عم تبيع شقة وحدا بده مورجج. لياخد الابروفل. اللي يجب لك الفلوس. بس انا دايما اتخيل ان اليونيت او الوحدة السكنية اللي تبيعونها يدخلون فيها مية شخص ميتين شخص. بس اذا كله على التكنولوجيا بتاخد ثلاث اضايا. سو اليوم انت لما انا عم نجمع الفلوس في مئة موظف او مئة مستثمر او خمسمئة مستثمر. بتاخد دقيقتين والفلوس كلها بتفوت على حساب وبنطلع لك ماناجر تشيك. ما في مورجج. صرحنا كله كاش. يعني اليوم البيع اللي عم بيجي لعنا بيعرف انه ب 11 يوم هياخد كاش. انت اللي تبقى تقوله هنا رامي انه تجنب يعني تجنب المورجج سرع من العملية اكتر. صح? اكيد. ها او شغلتين شغلة اذا انت عم يتبيع شقة فيها مستأجر. مستأجر له حق يقول لك اليوم انا ما بدي فرجي ما بدي افتح البيت لفرجي لحدا اللي بدي يجي يشتريه. بتاخد وقت. بيقول لك بس على السابت ساعة ثمانية او الاحد ساعة لانه بكونوا عندهم شغل. صرحنا اليوم او يعني لما بدي يجي حدا بدي يشتري بدي يعمل مش بس واحد بيعمل له منموم اثنين او اثنين او اثنين. اللي هو الناس اللي يشوفون الشقة. يشوفون الشقة بدي يشوفون الشقة. او اذا فيها مستأجر صعب. رحنا بشخص واحد ومرة واحدة. يصور فيديو. منشوفها مرة منصور فيديو بنتفق على السعر. صو للبايع وحتى اذا فيها مستأجر كتير هيني. يعني البروستس التي عملناها كتير هيني. 11 يوم. 11 يوم تاخد فلوسها. ابا تخيل الشخص هذا اللي يصور او هذا من طرفكم ولا بعد اوتسورس. عنا اوتسورس بس عنا شركة مفضلة. بنشغل مع ان صلنا. بنشغل مع ان شركتين مفضلين. بنشغل مع ان صلنا على 240 شقة. بيفوتوا بيعملوا ثري دي تور. والصور. واه. تاخد العملية كلها نص ساعة. ممم. ممتاز. 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 40 هذا يعطيني مؤشر عن حجم الاصول اللي انت والحين مثلا. صرنا 390 مليون درهم مستثمر على المنصة. حلو. من وحالك كم. 20 الف مستثمر من فوق 204 بلاد. تصور. انترنت. الله يخلي الانترنت. هاي هي. هالي حلو. يعني عن جد في حدا اليوم قاعد بتوكيو بقدر ينزل للطبيق. بثلاثة اداية يكون مستثمر في دوباي. وبيجي تايتل ديد لصق البيع. وبيجي شير من دي ايف سي انه هو اليوم عنده استثمار بهالعقار. ملكية بالضبط. ملكية. كل البروف موجود. وكلها على التطبيق. ديجيتلس. بايبلس. يعني كلها ديجيتل و بايبلس. اوكي. تعال بنا انتقد شوية التطبيق. الحين التطبيق انت قلت ثلاث دقايق. طبيعي اذا انا ما عرفت اتعامل مع التطبيق. اني ارسل المسج. ايميل. اتصل التليفون. ممكن حجم الاتصالات اللي تجيكم تعطيني مؤشر عن اداة التطبيق. انا امانتها مستخدمتها. للمصداقية. اوكي. حجم الاتصالات اللي تجيكم الناس اللي تسأل كبير ولا بتعرف كيف تقيسون اداء التطبيق. اليوم بيجينا كتير اتصالات. بس هيدا ساعدنا اليوم تنعمر او تبايل تكنولوجي لتوديل مع هالاتصالات. اليوم ما عنا كتير يعني بيقول لك عنا 2 customer سيروز. شخصين بالكستمر سيروز. بس. كثير اتصالات وبس شخصين. شخصين. لانه اليوم قدرنا على التطبيق وعلى الويب سايت نحط information. اليوم اذا حدا عنده سؤال بتعندك artificial intelligence. بقدر تحط الاجوبة. وسنعرف شو هن الاسئلة اللي بيجوا. بذلك الاصطناعي ذا عدين تسرعوا العمل. وسنعرف كل الاسئلة the most frequently asked questions. بتحطها انت على التكنولوجي. ولما حدا بيسأل سؤال دغري بتردع. سو اليوم اللي عم بيجينا الاسئلة صارت نعرفهم شو هنة the most frequently asked. وصراحة عم نقدر نتعامل مع كل الاسئلة. امرار بيصير في التأخير مثلا بخبرك. من عشد ايام اجينا خمسين الف registration. باربع وعشرين ساعة. تصور. خمسين الف registration في شو? على التطبيق. مسوين انتو كامبين وقتها. عاملين كامبين ومع انفلونسورز. ويجينا خمسين الف. خمسين الف التسجيل. مش داونلوود. داونلوود فوق الخمسين الف. اوكي. صارت عفكرة اليوم التطبيق صار عامل داونلوود. مليون مرة. اجينا خمسين الف registration. ناس ايجي تسجلت بياناتها على التطبيق. لما بجيك خمسين الف كيف بدك تعمل معهم. وتأخرنا. صار فيه تأخير عنا. بس هيدا بساعدنا انه اوكي. وين صار فيه تأخير. خيانا نزبط بهالسيستم. خيانا نزبط بالكاستمر سيروز. خيانا موجود دهري على التطبيق. سو لما بيجيك هالفوج من المستثمرين هذي بتساعدك تكون احسن. كيف تتعامل مع هالموقف انه يكون عندي بس اثنينة. ويجيني هالعدد. هل في مثلا باكا بلان يكون عندي مثلا كول سنتر. رحنا ما بنحب الكول سنتر. ما تحبوا. ما بحب الكول سنتر اليوم مثل ما حكينا. الناس تعبت من الكول سنتر. ماشين. انت اليوم لو تكلم انسان في الكول سنتر. تعاملك معاك انا ماشين. عندها سكريبت ويتعامل بالسكريبت. مية بالمية. سو اليوم غير اثنين كستمر سيروز. عنا ست اشخاص هيدا بيسموها سيل سبورت. سيل سبورت اذا حدا نستثمر عنده سؤال او حاببي استثمر عنده سؤال نقدم رده. نسميهم خبراء عقاريين هذيلا؟ ايه خبراء عقاريين كان يشتغلوا معي يعني ثلاثة منهم كان يشتغلوا معي فوق 13 سنة سبعة. مما اننا كنا نتكلم عن العمولة هذي اللي بعد لهم عمولة? ما عندهم عمولة بس بياخدوا رحنا الناس اللي بيشتغلوا معنا كل كل الموظفين بستيك اللي هن حصة بالشركي. اوكي يعني العمولة الحصة. حصة. اوكي. والعالم اللي بيشتغلوا بستيك بيتحمسوا لانه صار عندهم اونشب بالشركي. عندهم شير بقلب الشركي. سو هيدا اللي بيتحمسوا عليه هيدا اللي بيشوفوا انه اليوم مش عم بيشتغلوا او موظفين عن الناس. لا هولي بشغلوا بشركتهم. يعني كل الموظف عنه اليوم بشركة اللي حصة بالشركة. واللي حلو فيها انه هال الحصة كل ما تكبر الشركة بنعطيون حصة اكبر. حلو. بس بعد هنا نظام المكافأة جماعي. في واحد من بين الستة يكون فلتة. كيف كيف تتعامل مع واحد او ثنين او ثلاثة. يمكن واحد بتقولي بخليه مدير. بس لو كانوا ثنين او ثلاثة فعلا اداءهم سوبر. بتعطيهم حصص اكتر. اكتر اهوكي. هي دايما انا انا بشوف انه اليوم اذا انت بتعمل شركة وين الموظفين بيشوفوا انه عندك انت vision وميشن. وهن حابين يكونوا معك بهال vision وميشن لازم تعطيهم اكتر من بس عمولي او او معاش. لازم يشوفوا انه اللي عم بيفيقوا لكل يوم الصبح. تعرف اليوم لما تكون عم تأسس شركة جديدة. بتشتغل بالشركة بتصير هي متل العائلة تبعك. انا اليوم بتقعد بالشغل اكتر ما بقعد مع العائلة وولادي. لما بدوتك الناس يشتغلوا معك ويكون عندهم نفس الفوكس والجراء تبعك. لازم يكون عندهم حصة بالشركة. انا بلاقيها كتير مهمة. اوكي. كتير من الضيوف عندي كانوا يقولون نفس الكلام نعطي الموظفين حصة ولي شوي شرح. خبرني اكتر عن اسلوب الحصة هذي. كيف تتعامل معها. كيف اصلا يتم اعتماد آلية السيستم هذا. هل من خبيه قانوني. وصف لي. هو اللي بتصير انه راحنا نعطي من حط عشرة بالمية من الشركة. هيدا بتشيلها عجنب كرميل الموظفين ببالب الشركة. اوكي. وكل ما انت بتضلك معنا يعني راحنا ومنحطي حدا مليون سهم. هالمليون سهم نقصمة ايكولي على اربع سنين. اللي هو يسمونها فيستنج شير. مزبوط. على اربع سنين. اوكي. سو كل ما تضلك كل ما بتطول معنا كل ما بنعطيك حصصة اكتر. اذا بضلك اربع سنين تاخد المليون سهم. واكتر من اربع سنين بصير بنعطيك اسهم اكتر. اوكي. ويتم تنظيم العملية من خلال الاتش ار ولا? ايه من تحت الاتش ار وليجل وعلى الوراق والمحامية يعني. اه لو. كله كله والحطة المستثمرين هلا سكرنا جولة مليون سنينجنا كنتان خبرك عليها ب? اربعة عشر مليون دولار. مبروك. شكرا. من اهم مستثمرين بلمنطقة. من ان دخلوا معاك? دخلوا معنام اي بي لذين من اكبر شركة وستلم الجز �야지. فاتوا معنا وعد من ارامكو بالسعودية. وفاتوا معنا ايه مبادلة من ابوباهو. وظاتوا معنا عائلة الج priorit니 هصف من السعودية. ويت معنا الشركة اسماري بابلك من اميركا من اكبر شرك الاسماري. الحمد لله يعني جبنا جولة من اهم مستثمرين بالمنطقة. 14 مليون دولار. دولار ما شاء الله. كلها المستثمرين بيعرفوا انه المواصفين معنا اللي نحصها بالشركة. كمان اليوم للموظف بيعرف ان هو صار شريك مع اهم مستثمرين في العالم. ممتاز ممتاز. وقلنا اللي يقدي كثير ياخذ حصة اكثر واللي يقدي اقل ممكن الحصة اللي موعود بها من خلال الفستنكشير على الاربع سنوات ممكن تكون شوي بعد دقاء. اكيد. واللي بيترك قبل بيخسر حصة صور اللي ازا من عربع سنية بيخسر حصة صور. اوكي. كمل سنة ياخذ حق السنة. صح. صح. صدمتني بنرجع شوي على هذا ان ما فيه ولا عقار نحط على هذا ما تمت صفقة البيع. كله. كله بسكر. السر بركة ولا السر في دبي? الاتنين. الاتنين. وحالك شغلي كمان يعني فيه فيه شقة حطي نوعنا على المنصة. هلأ من جمعة سكرنا هيدا بيكون ركورد عملناها. باربعين ديئة تسكرت شقة. فل. كان مليون ومئة الف درهم. باربعين ديئة فلي فندل. ماشا الله. وهيدا بيفرجيك على سوق دوباي. الحمدلله سوق دوباي. كل العالم. انا دي ما بقول. مستثمرين بكل العالم. كله العالم بده اشقفي من دوباي. اذا بتحكي اليوم يعني انا لما اروح بسافر على لندن او على فرنسا او على اميركا بتحكي انه انت من وين بتقلهم بالدوباي. لك واو انا بسمع كتير على دوباي. دوباي صارت يعني من اهمة مدن في العالم. لما تعطي انت اليوم مستثمر قاعد ب هونج كونج او استراليا. فرصة. لقيت ملك بهالسوق بتلتت اي على تطبيق رحنا منلاقيها this is amazing opportunity. كيف يتم التعامل مع ادارة هذا العقار؟ كامل من عندكم؟ لأ سو رحنا منعمل اوتسورس. هاي دي كمان من الريجليتر طبعا بيحب انه اليوم يكون في separation بيننا وبين ال property manager. اوكي. اللي هو ادارة العقار. ادارة العقار. سو رحنا منجيب third party. بيجي. طرف ثالث. طرف ثالث. اللي بيجي على العقار وهو بيأجروا. يا short term. اللي هي بتكون مثل airbnb. نعم. التأجر على المادة القصيرة. اللي بتكون مثل فندق. او عندك التأجير long term. اللي هو سنوي بيكون. سو هين بيجي بيأخدوا العقار وحسب ال location بيأجروا يا long term يا short term. وهل الاجار مثل ما قلت لك بيتوزع شهريا على المحفظة على التطبيق. المستثمر بيقدر ياخد هالاجار بيقدر يسحبوا على حسابه حيالة بلد في العالم. او بيقدر يجع يستثمروا على العقارات الجديدة اللي عم نزلها. تحديد سعر الايجار من خلالكم انتو ولا من خلال اللي هو ادارة العقارات. سو رحنا منشوف شو هو الاخر شو هو الاجار السوق. نشوف شو اخر المعاملات. ومن منقللهم انه مثلا هالشقة هي ثمانين الف درهم. عجارة هلا في السوق. متوسط. متوسط هاي بيكون الافرج. المتوسط. وهني بيقول لنا اوكي ياس بيقدر يجيبوا هالاجار ولا بيقدر يجيبوا اعلى ولا بيجيبوا اقل. بس احنا دايما نتفشن ليجيبوا اعلى اجار في المتوسط. وبالنسبة له ياخذ ياخذ عمول اكيد اكتر اذا اذا قدر يرفع الايجار بياخذ اكيد يمكن عمولة اكترة ايه هو بيطلع له مانجمنت فيه. تقريبا كم? ثنين ثلاثة في المية؟ هو بياخذ ناتفنية. ثنين ثنين في المية. ثنين في المية اوكي. ورحنا اصلا اللي حلو بمناصتنا غير عن مثلا بروكرز او او غير طرقة استثمر العقار رحنا اهم شي عنا انه استثمر يرجع. بقى رحنا اهم شي يكون عنا انه المستثمر عم يعمل عائد عالي. سو رحنا كتير يعني انسنتفايز. كتيرا هنا يعني نجيب العائد العالي للمستثمرين حتى مش بس مرة يستثمر يرجع يستثمر. اقول لك اليوم مستثمرين على استيك خمسة وستين بالمئة بيستثمروا اكتر من مرة. حلو حلو حلو. متوسط العائد الاستثماري. اكيد متغير من مكان لمكان. صح. بس ابا تخيل دقة اكيد انتو لما تعرضون المشروع تحطون ستادي او دراسة تقولوا ان احنا نتوقع ان هذا يسوي عائد مثلا سبعة بالمئة. صح. عادة عادة هالنسبة تضبط عندكم من مئتين واربعين عقار. كم نسبة الدقة؟. الافريج اليوم تبعنا على المنصة خمسة فاصلة سبعة بالمئة العائد. اوكي هذا الافريج على كل الافريج على كل العقارات. هلأ في عقارات جيبت اعلى من ما رحنا تصورنا. في عقارات جيبت اوطى. ولي جيبت اوطى لانو كنا في فترة كنا عم نفوت على الاربين بي اللي بتأجره شورت تر. ولاحظنا انو صار في كتير شيء نزلت على الشورت تر. سو توقعتنا اللي فكرنا هتجيب سبعة بالمئة صارت تجيب ستة بالمئة. ليش؟ لانو صار فيه اوور سبلاي. على الشورت تر. سو الضغري رحنا غيرنا للساعة جيب سرنا نعمل لونج ترى. بس اوفرال مثل ما قلت لك. خمسة وستين بالمئة من الساعة سمين بيرجعوا. هذا يعطيني مؤشر رامي ان يعطيني مؤشر ان الاربين بي واللي هي بيوت العطلات يسمونها ان التنافس عليها صعب. اليوم لا لا. الواقع مش. حسب اللوكيشن وحسب مين عم بيعاملك الاجار وحسب السيزن. يعني اليوم في عندك اشهر بدبي مثلا من اكتوبر لماي هوني كي بتقدر تعمل كرميح على الشورت تر. بس بعدين بس يجي الصيفية بتخف. سو المستثمين لازم يعرف هاشي. بينما اللون تر ما بيصير عندك فيكنسي ما بيصير عندك فراغ بالاجار. عندك 12 شهر المستأجر عم بيدفع. سو حسب هو اللوكيشن بعد عنا شورت ترم. بس يعني لازم نكون دقيقين على اللوكيشن. هيدا اهم شي. هيدا الادفايس اللي انا بقدر اعطيه النصيحة اللي بقدر اعطيه للمستثمرين. اوكي نحنا نتكلمنا عن ادارة العقار. اتخاذ القرار في هذا العقار. هل من قبل المستثمرين او من قبل كمانتو؟ اللي هو قرار البيع و لو بكرة بيين باع العقار هارا. اوكي سو رحنا اليوم كلمية للبيع رحنا دايما بننصح المستثمرين انه هي خمس سنين. اليوم لما تفوت على الاستيك. العقار لازم يكون معنا خمس سنين. لان رحنا نشوف انه على خمس سنين المستثمر بقدر يعمل اكتر شي عوقت. بين الاجار وبين طلع السعر الشقة. ولكن رحنا اعملنا شي اسمه الاكزت ويندوز. اللي بقدر من خلي المستثمر يبيع حصصه بعد سنة. بسو بعد المستثمر يكون استثمر معنا سنة بقدر يبيع حصصه على المنصة. بقدر يعرض الحصة طبعه. الاستيك طبعه. بقدر يحطه على سعر السوق. رحنا كل ستة شهر نعمل اوبديت على الفاليواشن طبعه الشقة. اوكي. كل ستة شهر من نعمل اوبديت. اليوم الساس ما بقدر يشوف قد يحصه الفاليو طبعه اليوم. على سعر السوق اليوم. ويقدر يبيعها كل ستة شهر ولا كل سنة؟ بقدر يبيعها مرتين في السنة. مرتين في السنة بعد اول سنة. تو ويندوز نعمل. كل ستة شهر بنعمل ويندو. اكزت ويندو. بس عملية التقييم مش مكلفة عليكم مش صعبة ولا هي عملية سهلة؟ سهلة كتير وهي جبنا شركة كمان ثلاثة بارتي. حلو. اللي لازم تكون مخصة بستاك. شو نوع الشركة هالي تكون؟ اوكي. اتكلم عن شركات اكاونتينج. ايه شركة اكاونتينج بيعرفوا بالعقارات بيروحوا بيعاملوا تقييم باست على الترانزاكشن الجديدة الليتس ترانزاكشن في السوق. وبيعملوا بيحطوا التقييم وراح ندغري منعمل اوبديت عليها على التطبيق. بقدر المستثمر يشوف اليوم الحصة طبعه وبيقدر يعرضها بهالسعر او بيقدر يعمل عليها دسكاونت. عشرين خمسة خمسة او عشرة بالمية. هالدسكاون بيقدر يعمله. متل اليوم اذا انت عم تعرض شركتك عم تحطها بمليون درهم. انت حاطت انه اليوم انا بديعب مليون درهم. لما حدا ما يجي يشتريها منك بيجي يشتريع مليون درهم بيتفاوض معك يمكن بصير في خمسة بالمية او عشرة بالمية دسكاون. نفس الشي على مم. اوكي. وكل القرارات بعدين بالشركة اذا بدك تعاملها short term or long term المستثمر بيعملها. اذا بدك بصير فيه major decision. بنعمل vote. انا هذا اللي كنت يعني اسأل عنا كيف شكل هذا. هل هو. على التطبيق. على التطبيق. هل انزين انا عندي ميتين مستثمر. هتجيبهم كلهم الميتين. على التطبيق بيجيون وبيجيون شو اللي عناعمل. بدنا ننقل من اجار اير بي ان بي لا اجار طويل. وبنعطيهم كل الانفرميشن بنخليه هون يصوتو. كم لغة في هالابليكيشن? انت عندك ناس منشار بالغرب. انجليزي وعربي. بس. اوكي. اوكي. يعني كل المستثمر. ماشي الحياة. ايه. وبيصوت. واذا واحده خمسين بالمية صوتو. منمشي بالادة. يعني رحنا اليوم شو عم رحنا عم نخلي المستثمر بيسموها. ديمقراطية اوكي. ديمقراطية اوكي. يعني تعطي المستثمر اليوم الفرصة ليكون عنده يعني يتملك عقار. يتملك عقار. ويكون عنده. يعني يقدر يعمل يصوت على شو بدي يعمل بالشكل. كمية التفاصيل بهذه هل جات من عندكم ولا من عند المشرع. ديمقراطية. هلأ هو فيه تفاصيل اللي يجب انت تحط على التطبيق. بس رحنا رحنا اكتر من هيك وقطينا الشفيهية للمستثمر اكتر من حيالة تطبيق شايفينه مش بس بدبي في العالم. اوكي. وحقلك شغلي كمان بس. التطبيق تبعنا التكنولوجي تبع التطبيق تبعنا. انا بقولها هاي دايما لما حدا بيسألنا. هي من اهم التكنولوجي اهم تطبيق في العالم للاستثمار العقاري. ما في منصة مثل ستيك اللي هي عملت واخترعت هالتكنولوجي اللي عنا هي نحنا. وانا بعرف لانو عم تيجينا شركات من اميركا ومن الصين عم بقولونا تعطونا التكنولوجي تبعكم نتفعلكم حقها. منقلونا لا. حجمهم اكبر عنكم كادارة اصول او حجم الاصول عندما اكبر عنكم؟ فيه اكبر وفيه اصغر. ولكن التكنولوجي تبعهم والمنصة تبعهم مش متنا. اللي حلو فينا انه انت اللي ما تنزل للطبيق متلك انك عم تشتري شيء على امازون او عم تطلب شيء على طلبات. بتلتة دايق بتقدر تستثمر بعقار. هي دي ما صارت. واللي حلو انه اليوم بالامارات بيخلوك تجيب مستثمر من اي بلد في العالم. بغير منصات بغير بلد ما بيخلوك تجيب مستثمر من غير بلد. لازم يكون مستثمر مثلا بامريكا او اذا انت بلندن يجب يكون مستثمر بلندن. احنا اللي حلو بالامارات وخصوصا بدباي انه مخلينك انت تجيب مستثمر من بلد في العالم. انا تعرف يوم سألتك انك انت تخيل موضوع الدرس الجميكان او اتخاذ القرار للعقار. يكون لا اكبر مثلا خمسة ستة سبعة مستثمرين من المليونت هذي. هم اللي كانوا داقين اكثر القرار يكون عندهم. انتو مش عندكم هالنظر. حاطين تلاتة وثلاتين بالمية للعقار حتى ما احدا مش مستثمر واحد يكون عنده المجوريتي. بدنا المستثمرين يكون واحدة وخمسين بالمية يقرروا شو هو يجب ان يصبح بالشبكة. يعني الماكسيموم للملكية في نفس العقار تلاتة وثلاتين بالمية. صح. اوكي. انترشتنج بصراحة. في عنا شقة. فيها الف مستثمر. في عنا الف مستثمر. انت تتصور اليوم شقة ببرش خليفة بتملكها فوق السبعمائة مستثمر. اعطيت فرصة لسبعمائة مستثمر بالعالم بيقدروا يتملكوا شقة ببرش خليفة. هايدي اللي قالي is amazing. تشتلي الحين وما تشمع هالأرقام. ارد افكر على موضوع الموظفين الثنين. الموضوع ماشي تمام? تمام. تمام. حمد الله. بتشوف على الريتنج تقولنا على الاب ستور والجوجل ستور. الحمد الله تمام. الحمد الله. فوق الاربعة وفور بونت سكس ستار. الحمد الله. بحقلك انا قصة صارت معنا. كنا عم نحكي مع شركة استثمارية. كنت انا معنا على التليفون على الزوم. عم بيقلي قبل ما نفوت بالبزنس بدي خبرك قصة صارت معي. قال لي وصلت على الموريشيس مع مارتي. طلعنا من المطار طلعنا بتاكسي. عم بحكي مع شوفير التاكسي عم يسألني انت شو بتشتغل وشو بتعملت له. انا بشتغل بدوباي. بستثمر بشركة التكنولوجيا وبشتري بعكارات. بيقل له شوفير التاكسي انه بتعرف انا كمان مستثمر بالعكارات بدوباي. طلع فيه بلله اه والله كيف? بيبروم عنده بيعطيه تليفون وبيفرجيه تطبيق ستيك. شوفير تاكسي بموريشيس ومنزل تطبيقنا وصار مستثمر بعكار بدوباي. حلو. حلو جدا. تعالوا انا مبسوط على شو? انا مبسوط على ان كل الانترفيوز اللي حضارتها لك كانت ان انجليش. والليوم انت قاعد تتكلم عربية بطلاقة. ممتاز. عمجرب عمجرب عمجرب. عمجرب. ممكن بحكم العشرين سنة خبره خلاص. ليل نهار ليل نهار. ما طلعنا برا موضوع العقار. يمكن لو طلعنا برا العقار. تعرف انا اديت وقت كتير بالسعودية. بالسعودية تطلق بتحكي عربي اكتر من دوباي. ساعدتني هاي كتير. شوف المختلف في ثقافة السعودية انا رح تناك. نحنا هون لما نلاقي لبناني نتكلم لبناني معه بعض الاحيان. السعودية ما فيه. سعودي سعودي سعودي. صح كنت لبناني كنت مصري كنت ايا كانت جنسيتك بيكلمك سعودي. صح. فيعلم العربي اكثر. تصدق واحد من ضيوفي احمد سليمان جاي من المانيا. على طول عاش حياته كلها في المانيا. هو مصري. ونزل السعودية وكان يتعلم عربي في المانيا العربي الضعيف هذا. بس قعد في السعودية كم سنة عربيتها ممتازة. ممتازة ممتازة. المتروحة السعودية. فرصة فرصة عندك. صح صح. اليوم كل العقارات اللي انتو تمتلكونها او اللي انتو يعني قطة الجولة الاستثمارية فيها كانت في دبي ورايحين ان شاء الله قريب في السعودية. من زين لندن والعالم الثاني هل تفكرون تروحون له? أعرف بيجينا كتير مكالمات من مطورين وغير منصات بها البلاد. بس اليوم راحنا بنشوف انه بهالوقت الفرصة عن جد ذهبية لهال منطقة. خصوصا اليوم راحنا المشن طبعا شو بنا يكون. راحنا بنكون اكبر منصة عقارية بالمينا ريجن. بنريس نورث افريكا. بنركز على هال منطقة. اذا بقى تكون الليدر بهال منطقة لازم تكون بالامارات وبدأ تكون بالسعودية. صو اليوم لما بيجينا كتير هالاتصالات. راحنا اذا تذكر اول شيء لك اهم شيء عنا الفوكس. تركيز. تركيز. اذا اليوم بدنا نروح على لندن واميركا نخسر التركيز. اليوم بدنا نركز وخصوصا بهالبلاد وهالوقت العكار يعني اهمة وقت لليوم الشركة متلنا تكون فيها. خصوصا اذا بتشوفش عم بصير بالسعودية. صح صح صح. فرصة فرصة. فرصة ذهبية واليوم الاجنبي ما ما بيقدر يفوت على السوق لها لانه العكار انا دايما بلاقيه يفهم العكار. لازم يفهم السوق. لازم يفهم السوق. لازم يفهم الداعم الداول للسوق. عادي 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 عادي. هيدي It's very local. يزيكون عندك knowledge local. وهيدي الشطارة تبعيتنا. صو اليوم راحنا اللي بنفكر اللي بنقول انه الفرصة ذهبية هلأ الواحد يبلش شغل بالامارات وبالسعودية خصوصاً بالعقار. شو رأيك ندخل داخل get a stake ونشوف كيف get a stake تعمل مصاري. انتو المفروض وحدة من الاشياء اللي دخلكم الهلوس اللي هي دارة العقارات بس انتو ما مبقعدين تديرون العقارات فانتو فرطتوا على حالكم 2 بالمية صح ولا لا? مناخد حصة منهم. من 2 بالمية. مناخد حصة هي 0.5% نصف بالمية. نصف الواحد بالمية. نصف الواحد بالمية. 0.5% ناخدها سنوياً لنكون عنا المانجمنت على الثيرت بارتي البروبيتي ماينر. اوكي حلو. سناخد 0.5% يعني الادارة كاملة 2.5% لكم. وال2% لشسمة. للي دير العقار. مزبوط. عدد الناس اللي ديرون العقار عندكم قلت لي 2-3. الـ operation team 4 شخص. على 240. اللي همه في get a stake. لا لا اتكلم عن الشركات اللي هي ثيرت بارتي. هن في صار فيه ثلاث شركات نشتغل معها. من مصالحكم انهم يكونون العدد قليل ولا مصالحكم ان العدد يكبر. هلأ رحنا من نكبر بس اهم يعني ما بتفرق معنا اذا العدد كتير. بس اهم شي يكون هالشركات من امن فيهم. والمشكلة اليوم تلاقي الشركات بتامن فيهم لانه متل ما قلتلك اهم شي عنا المستثمر يرجع. سو رحنا مركزين على هاتلاتة لانه منلاحظ انه هولي من اهم شركات بالامارات وشفهيين وبيعرفوا كيف يجيبوا العوائد العالية. ممكن تخبرنا بس انا بس اميهم. وهي اكيد نشغل مع شركات اسمهم بلو جراوند من اهم شركات بالامارات وفي العالم. شركة تانية اسمها كيبر. وشركة تالتة اسمها بروبرتي. هولي اهم تلاتة منشغل معه. وهلأ بلشنا منشغل متل مخبرتك مع اير بي ان بي. اللي هي شركة اسمها سيلك هاوس. كمان هلأ فاتوا على ابوضابي وهاني بالامارات. اوكي. ابيا بدوباي. اوكي. انزين. هذي واحدة من مصادر الدخل لجيت استيك انه ياخذ 0.5% بشكل سانوي. صح. شو غيرها بعد مصادر الدخل لجيت استيك؟ انه ياخذ واحد ونص بالمية اول شي من المستثمر لما بيستثمر معنا. اذا استثمر معنا مئة الف درهم او عش تاليف درهم. يطلعنا رحنا حصتنا واحد ونصف المية. اذا مئة الف درهم تاخذون الف وخمسمائة بشكل درهم. نعم. هاي. اوكي. هادي هادي وحدة. شو بعد الاشياء؟. وبعدين لما بدي بيع الحصة طبعه او نبيع العكار كله بناخد اثنين ونص بالمية. هادي حلوة اعتقد صح? هاي بناخد احنا اثنين ونص بالمية. وازا نبيع العكار اغلى يعني لنقول تفرد تفرد اشتينا العكار بمليون درهم. بعمني بمليون وخمسمائة الف. بيطلعنا سبعة بالمية من الخمسمائة الف. وهيدا بيتفشنا انه اليوم ناخد عكار بسعر السوق. ونحتم بالعكار حتى لما بديو نبيع العكار نبيعه با اعلى سعر فينا حتى يطلعنا بحصة طعيف. صح يعني بشكل اخر تقول للمستثمر انا مصلحتي معك. صح. كما بقولوا باللبناني ايدي بايدك. سبعة بالمية. زين. تقريبا تكلمنا عن زيرو بوينت فايف وون بوينت فايف تو بيرسنت في عملية البيع ولا تو بوينت فايف. سوري نعم تو بوينت فايف في عملية البيع. وسبعة بالمية على الزيادة. على الزيادة بس. نعم نعم. اوكي. يعني لو اسألك سوال يمكن يمكن انتم مريتوا فيه ويمكن يكون عندك تصور. من بين كل مصادر الدخل هذي. شو اهم مصدر دخل لكتستيك وينميها كشركة. اهم شيء لنا هو الواحد ونص بالمية اول شيء. هذا الفيول لانة شوفة هو البتروس. هي دا بيبلش البروسس كله. اهم. الآن لنا اليوم هذه دا يعني البيع كله يعني زيرو بوينت فايف برسنت بالسينة هيدي بتساعدنا بس لننحتم بالبروبت ماجمبس. بس الواحد ونص بالمية اول شيء هلا بتساعدنا لانه من فوت المستثمرين اول شيء. الحين عدد العقارات اللي انتوا عندكم او سويتوها ميتين واربعين. صح. كم عقار بعتوه؟ صحنا بيعين فل بيع العقار سبعة شكك. مم. وعلى التداول صار ما بيوع فوق المئة الف سهم. اه تعال انا هذا راح عن فالي انه ممكن ان بالتداول انا ادخل هال هال 2.5 والسبعة بالمئة ممكن بالتداول بعد. صح. انا تخيلتها في الاكزت النهائي. صح اليوم ما بتبيع حصتك صار صار عنا اليوم تداول بقلب الشئة. نعم. وما نبيعت الشئة كله بس نبيع حصص وهال البيع بيصير في عنا 2.5 مئة. اوكي. يعني انت بالنسبة لك من 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 افضل مصادر الدخل ال 1.5 هذي. وبعدها يمكن اللي هو التداول الداخلي صح. حلو. فريق العمل اظن ما اتكلمنا فيه كفاية. كم عدد فريق العمل اليوم? صار عنا اليوم اه 73 شخص متقسمين بين دبي رياض بورتغال اسبانيا. شو يشوننا كفاية بورتغال اسبانيا الهونيك التكنولوجي. اوكي. هونيك رحنا اليوم رحنا ثري كوفاوندرز. اثنان يعني اثنان منهم بدباي يعني واحد انا والثاني منار محمصاني. بس صار انا بعرفه يعني هذي ما حكينا في شركة تاني المؤسس اسمه منار. صار انا بعرفه من ايام المدرسة. صار انا نعرف بعض فوق العشرين سنة. اه. ذكرتني بقصة برانت بورلس توفير. صح. انا انا و منار رحنا على نفس المدرسة بعدين هو راح على لندن. وان رحت على ايو بي بلبنان. جمع بلبنان. وبعدين تأينا بدباي. صار انا بعرفه اكتر من عشرين سنة. صار انا ببدي كبر بحالي كتير بس خمسة وعشرين سنة. حلوة الشراكة? حلوة. حلوة. لان اخو نعرف بعض يعني خلص صار نعيلك. لما تختلفوا كيف تتفاهمون? تعرف لما نختلف نختلف دايما مش اكتر من ساعة. وبعد ساعة كله برجع طبيعي. وعادة ما من نختلف ومن نختلف على شي بدي يحسن الشركي. سو اذا هو صح او انا غلط او انا غلط او هو صح. يعني ما حيكون في شي غلط للشركي. ما هي؟ الموضوع ابدا مش شخصي. ابدا مش شخصي. لا ابدا مش شخصي. وبعدين انا وشريكي هو في قصص كتير شاطر فيها في قصص انا شطر فيها. واللي هو مش شاطر فيها واللي انا مش شاطر فيها ما من التضotal. هاي شغلتك وهاش. وحمد الله ماشي الامور وصلنا منعرف بعض زمان. وماشين والكوفاندر الثالث بورتغالي اللي هو اسمه ريكاردو بورتغالي مشان هيك عنا فريق بورتغال هو اللي بي كل الشي بالبرودكت والتكنولوجي هو اللي بنفسه يوروب مو بشوية غالين كتكلفة مثلا الموارد البشرية ولا عادية 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 على الريت على الريت ستاندرد وبالعكس اللي حلو خصوصا ببرتغال واسبانيا بالتكنولوجي هونيكي عندهم إكسبرينس بالفينتك بالبروبتك سو اليوم لما بتوزف واحد مونيك أورادي يشيغل على شركة بالفينتك أو بالبروبتك بسبيس بيدر يساعدك اليوم تنفذ أسرع بينما هوني لما بدك توزف حدا بالتكنولوجي عادة ما بيكون عنده إكسبرينس كتير بهالمجال سو منشينيك منلاقي انه رحنا لما منوزف حدا بهالبلاد بكون عنده إكسبرينس على المنصة اللي عم نعمره رحنا كم نسبة للموظفين اللي داومون ريموت اللي داومون بالمكتب أكتر من ستين بالمية بالمكتب والباقي ريموت شو التكنولوجي اللي تستخدمونها ولا السوفتوير اللي تخلي من العمل عن بعد جيد أو ناجح عنا سوفتوير واحد كتير مهم ما بليرنا نعيش بدونه اسمه سلاك كل العالم عايش عليه يعني هيدا لقلي أهم من الواتساب برد على سلاك قبل الواتساب برد عليه قبل المكالمات سلاك بيخلينا اليوم كلنا نقسم الشغل ونتابع كل شي اللي عم بيصير بدوباي وبربس سعودية وبسبانيا وبرتوار قبلت واحد من ضيوفي كان يتكلم على جودة الفيديو كولز والمكالمات بشكل عام ان وايد مهم عنده عشان يضبط عملية العمل عن بعد الانترنت القوي جودة الميكروفونات الكاميرا هل انتو دخلتو بالديتيل لزادي ولا مش مهتمين كثير؟ يعني دخلنا بس تعرف كنا نستعمل زوم بس لاحظنا انه اليوم اذا بتحط كل شي على سلاك وسلاك لانه فيها مكالمات على الفيديو وسركزنا على هل بروغرام بس و ايه و يعني أنا غير مستخدم صراحة له بس هل تحس انه فيه فرق بينه وبين زوم ككواليتي بالاتصال اتكلم او للاتصال؟ هلأ بلاقي زوم احسن اذا بس بدك تعامل مكالمة بس لحلو بسلاك انه تقدر تتابع تغرب على الشغل يعني لو كنا عنا نفس السوفتوير احسن ما تغير على السوفتوير تاني هلأ عندك بس شغلي بالسلاك انه اكتر شي فيك تجيب على المكالمة خمسين شخص لما بدنا نعمل تيم كول مشبورين نروح على زوم لانه فيه limit على السلاك خمسين بينما زوم عندك unlimited 300 شخص معسكين الفلوس اكيد انه سلاك فيها بقيت بس انتم ما تدفعون هايدي شغلي كتير رحنا بتعرف كشركي وحتى كفاوندوريز اليوم كتير حارسين كيف منصرف وكيف منكبر الشركي بتعرفي شركات سمعنا عنا باخر 3-4 سنين صرفوا كتير ووظفوا كتير وخصت وبطل فيه مصاري وما قدروا يجيبوا جولة مالية وسكرت رحنا يمكن لانه شوي اكبر وكان عنا اكسبرينس بشركات اكبر كتير حارسين بشو منصرف وين منصرف بشو منحط حمد الله مشين هيك رحنا قدرنا اليوم نجيب اهم مساسمين بالمنطقة لانه شايفون رحنا متل ما بقولوا حارسين ومش حابين بس نصرف ونكبر الشركي ما تكلمنا عن المنافسين من المنافسين اللي موجودين في المنطقة اللي يسوون يعني منصة تمويل جماعي للعقارات بتعرف الامارات في شركة بلشت قبلنا شو اسمها؟ اسمهم سموت كراود بلشوا قبلنا بشي سنتين اذا مش خلطان يا سنتين يا ثلاث سنين قرافيق صح ولا شو اسم الباكستاني؟ صديق صديق نعم ولكن حمد الله رحنا بوقت اقل تل ما بقولوا كسفنا يعني عرقامنا اكبر شركتنا كبريت وصرنا جايبين متل ما تلك جولة تمويلية اكتر يعني جبنا مش بس على المنصة بس كشيرهولدورز وانفستورز جبنا اهم مستثمرين وجبنا فلوس اكتر على الشركة يعني سنة رحنا اليوم من شي ما بلشنا الشركة لليوم فوق 25 مليون دولار مفوتين كمستثمرين بس وكبرنا اسرع منه سرعنا قتلك 600 الف مستخدم 390 مليون درهم 240 شقة هيني ممكن اقل من النص انا اخر update خديتها من عن صديق نفسي يمكن قبل سنة او سنة يمكن شوية ما اتذكر والله كانوا تقريبا سبعين سبعين او سبعين او سبعين ثري يونيت ايه فا ممكن قبل قبل سنة واعتقدهم بس في ابو ضبي صح هيني لا ابو دوباي هيني هيني في دوباي وابو دبي بس هيني بعد ما عندهم عكرات بابو دبي ممكن عمله شوي جربوا وبعدين وقفوا لانه كان في شكيل مع الان دبارتمنت ولكن هلأ جاء في بالي سؤال حلو كم نسبت او كم يعني كمية الاموال اللي دخلت للامارات من برى الامارات خمسة ومسين بالمية واو هلأ صارت خمسين بالمية هاي بس من اما بلشنا كان خمسة ومسين بالمية هادا شي حلو لاقتصاد البلد اكيد واكيد وحل لك شغلي تفضل وحل لك شغلي انه اليوم كمان بالسعودية هنكون اول منصة عم تفوت مستثمرين من برات السعودية لا يستثمروا بالسعودية اليوم هادا نتخيلح حلم كل دولة صح هعطيك هعطيك راكم حلو بعثنا سورفي للمستخدمين تعونا فوق 600 ألف انه راهنا هنفوت على السعودية وحنحط فرص بالعاكرات بالسعودية على المنصة انترستيد ولا لأ فوق التسعين بالمية قالوا انترستيد بفرجيك اليوم اصلا انت اليوم اذا كتستثمر ببلد ما بتعرفه ما هتفوت تحط كل فلوسك تبلش بألف ريال عشرين ألف ريال مية ألف درهم صو ممسطنا بتساعد هالشي تخلي اليوم المستثمر يشوف شو هو هالسوق بمبلغ بسيط وبعدين بيصير بيكبر مع الوقت معانا صراحنا هيدا كتير محمسين عليه هل في جهات هنا محلية سواء كانت حكومية ادخيلها بس حكومة هل في جهات حكومية مهتمة في هالموضوع هذا او التابع الموضوع هذا معاكم انه كم دخلته من الجهات عددها نشتغل كتير مع الدي ايف سي كتير قريب مع الدي ايف سي وهلأ مع السودية منشتغل كتير مع الـ سي ام اي هل في جهات غيرهم لان مثلا حلق بدوباي كمان عمشتغل مع الان دبارتمنت الان دبارتمنت كتير عم بيساعدنا هز اكسلنسي مروان بن غليطة كتير عم بيساعدنا وهلأ هنشتبالش للشغل كتير قريب معه وإن شاء الله بإخر أوجست هنعمل بريزنتيشن كبيرة للمواطنين إماراتية في دبي لنخليهم يتعلموا أكتر على شام نعمل رحمة بدوهم أوردي أنا شفت كذا إنيشتفز في شسمة في دبي على هالموضوع صح ورحنا يعني فتنا بهال بلشوا شيء بين الان ديبارتمنت وشركات تكنولوجيا ورحنا من أول واحدة بنفوت معهم كرميل ننفذ هالشيء حلو الكلام رامي بس أنا عيني على اللي هو جلب الأموال الأجنبية إلى الدولة وهذا من الأشياء المهمة تتوقع من الأكثر أو شو هي الجهة الحكومية الأكثر اهتماما في هالموضوع دي ايف سي مثلا؟ دي ايف سي وهألك كمان مين بهمه وكمان عملنا معهم بريس ريليس وعملنا معهم فيديو دبي توريزم حلو دبي لسيا وابوظبي فيزيت ابوظبي في دي سي تي أعتقد نفس الاهتمار هو إن شاء الله بس نجيب فرص في ابوظبي بلنا نشتغل معهم كتير يعني اليوم أنا بهمني كتير لأنه بيجينا كتير ناس بيسألونا بلنا نستمر في ابوظبي بس نقدر نزبط الليجل بروسس طبعنا يعني تخيل فيه فرص كثيرة نتكلم عن اللقامة الذهبية نتكلم عن الشسمة قلنا مثلا اللقامة الذهبية تخيل أنه ممكن يكون فيه تعاون بالماركتينج هم هذين يصرفون أموال حجمها كبير في الماركتينج ممكن أنتو كشركة ستارت أب عندها فهم على استخدام الماركتينج بالتعاون معهم أني أنا ممكن يا جماعة خلونا نسوي مثلا 50-50 صح ماركتينج صح وحقل لك كمين شغلي على الجولدن فيزا لتفضلت حكيت فيه نحنا من سنة ونص كنا عم روح على الحكومة في دوباين قللهم بليز اليوم المستثمر لما بيحط مليونين درهم بعكار بيطلع له جولدن فيزا طب اليوم لما بيحط مليونين درهم على منصة ستاك خلينا نعطيهم جولدن فيزا واجتماعات وحلو وإخر شيء اتنعهم واليوم إذا أنت بدك تحط مليونين درهم عم تحط مليونين درهم بشكة واحدة عم تاخد رسك عم تحط كل هالفلوس بشكة واحدة صحيح وأذا تأجرت أو أذا off plan تحت الإنشاء وتأخرت عم تاخد رسك كبير لما بيحط مليونين درهم على منصة ستاك عم توزعها على 20 شكة وعلى منصة تطبيق وحلو وشفهية وحاصل إنت متواجع راسك رحنا بنعمل كل المانجمينت وكل شيء وعم توزع الرسكة إذا شكة متأجرت شكة تانية متأجرت صار بيطلع لك جولدن فيزا من شيء سنة أبلو معنا وصلنا موزعين فوق العشرين جولدن فيزا المستثمرين حلو بس الموضوع ديجيتل ولا بالتليفون ديجيتل بالتطبيق بالتطبيق ممتاز يتخر يأخذ تقريبا كم مدة زمنية إذا مثلا المستثمر حط مليونين مكسوم بشهر بيتلع لك الإقامة حلو لأنه بدك تجي على دوباي تعمل فحص الطبي هاي هي الإجراءات التروتينية مكسوم بشهر بيتلع لك الإقامة الذهبية كنت بتكلم هاي أحس في نقطة ما ما تطرقنا عليها مهمة اللي هو الـ سكرو أكاونت أتخيل هذا يعطي تصور للمستثمر إن الفلوس مش معاكم أساسا مع المشرع كيف تتمع الآلية كل الفلوس المستثمر اللي بيحطن على التطبيق طبعنا أو المنصة طبعنا بيفوتوا على حساب بـ ENPD Emirates Bank وهي هال الفلوس غير عن ستيك نحن ممتدخل فيها هاي دي الفلوس دهري بتروح على العكارات وما خاصة بحسابات الـ يعني انتو الفلوس ما تمسكون ها ما نمسكون هاي أول شغلي تاني شغلي كل عكار هاي دي نقطة كتير مهمة كل عكار ها انت كيف بدك تحط ألف مستثمر بعكار بتختلع شركة اسمه SPV اللي هي Special Purpose Vehicle بالـ DIFC الشركات بهدف الشسمة الاستحواضة هاي دي الشركات كل مستثمر بيفوت بقلب هالشركة وهالشركة بتتملك العكار وكل مستثمر بيتلع له من الـ DIFC انه انا اليوم بتملك X بهالشركة وبالـ title D بيتلع باسم الشركة اليوم المستثمر بتلع له 2 documents وبعدين اذا اليوم الشركة سكرت انت اليوم من العكار والـ SPV مخصة بالـ SPV رحنا اليوم اذا بكرا سكرنا العكار طبعك ما بيروح واسمك على الـ SPV بيضل مسجل على الـ DIFC اذا تفوت على الـ website طبع الـ DIFC بتشوف اسمك تحت العكار بهالـ SPV والـ SPV من اللي يديرها؟ من اللي يأسسها؟ هي من أسسها نحن ونديرها رحنا رحنا لمنديرها الكلمان للعكار بس اذا تسكرت الشركة اليوم 3rd party بيجي بيستلمها وفوتت باي المستثمرين وين بيكمل؟ وانت بره الموضوع وانا برات الموضوع الله سمح الله أذكر ما شاء الله ما يصير هاي وانت تعرف اليوم اللي فرق بين العكار وستيك او منصات غيرة اللي بتبيع كريبتو او ستوكس اليوم الكريبتو بيروح على الزيرو فيه روح على الزيرو والستوكس اليوم فيها تروح على الزيرو اللي حلو بالعكار انه صار ما صار العكار بيضل وين حيروح؟ والاجار من وزعه شهريا سو عم بتشوف شي كل شهر عم بيجيك هالفرق بين المنصة طاعتنا والحلو بالعكار غير اسد عن غير اسد كنت باسأل عن عدد العقارات انت قلت لي 240 اوكي هل انت راضي عن هالعدد؟ انا مراضي دايما مش راضي على الارام دايما الانتروبينور بدو اكتر هاي كم صفقة تعملون خلال الشهر السنة؟ رحنا بالشهر هلا عم نعمل فوق العشرين والرقم هذا في ازدياد؟ انا بزيد انا اليوم انا باخر السنة ان شاء الله يا رب ستيك بتكون فوق الاربعمائة شقة ان شاء الله وهي ده بدون السعودية وان شاء الله باخر السنة بنكون فوق المليار درهم ترانزاكتد على البلاتفوري بس حجم السوق يتحمل ليش بدال الاربعمائة ما تكون اربع تالاف؟ شو الاشياء يعني شو العائق ما عم لانه احنا ما مناخد حيالة شقة اه معنات الانتقاء هو اللي يخليكم تاخذونه اه ماش اعني اذا اليوم تروع بتنزل تطبيق ستيك بتشوف فينا ننزل راحنا ميت شقة مش صعبية بس قوتكم في انها الشقة تنباع بأسرع وقت ممكن مش بس ايك السيلكشن يعني اليوم انا في حط ميت شقة على التطبيق بس يعني مننا صعب اليوم فيه سبلاي فيه مطورين فيه شقة بالسوق بس راحنا بنقشة لليه جود مطور جود لوكيشن اذا فيها مستأجر المستأجر كون عم يدفع على الوقت جود كواليتي جود فيو كلها القصص كتير بتفرق يعني اليوم اذا انا بدي حط شقة مش مقتنع فيها المستثمر فاتوا فيها والعقد ما كان عالي ما بحياته هيرجع يستثمر على ستيك بس اليوم بكل الشقة اللي بدو باي بدك تنقي الشقة اللي عنجاد المستثمر بيتلع له عوائد مش بس اول سنة بس على خمس سنين وسعر الشقة بقدر بيطلع كمان احنا اليوم ممروح على حيالة مطور فيه بشي خمس مطورين بس منركز عليهم ممروح على حيالة مطور لانه بخاف أنا كنت بس بخاف من الكواليتي واللوكيشن هيدا كله يعني بعور العائد تبع المستثمر الموضوع فيه شفافية عالية تبعا تتكلم عن المطورين اللي اتعامل معهم؟ هي اكيد يعني معروفين رحنا نتعامل مع عمار نتعامل مع مراس نتعامل مع نخيل دوباي بروبرتيز ألينغتن هو اللي من يعني شوبة هو اللي من المطورين اللي رحنا منركز عليهم وعلى المناطق اللي اللي رحنا بنعرف انه هني بيتطوروا بهالمناطق ونعرف انه هيا ذكرتلي نقطة انا ما كنت مركز عليها كثير بصراحة اللي هو انه عادي تشتري عقار من عند شخص مش من عند مطور يكون يعني عقار قائم وتشترونه الفرص هذي انتو تبحثون عنها تلقونها من خلال يعني فريقكم انتو ولا عادة مثلا هذي لعارفين حجمكم وعارفين العائد الاستثماري اللي تبحثون عنه ويجونكم هم لحالهم الاثنين شو اكثر؟ صراحة ستين بالمية رحنا بنطلع من نجيب العقارات واربعين بالمية بيجول عننا لانه هلا بلشنا شي اسمه بتقدر تيجي على المنصة وتفيع عقارك ورحنا بنرد عليك ب 24 ساعة انو انت طالب مليون درهم بس هيدا سعر سوء 900 وهيدا هو الشروطات تقولنا وبنرجع لك 24 ساعة بسعر وانتو عادة تاخذون من من فوق الخمسة بالمية لسبعة بالمية العائد الاستثماري ولا عندكم رقم رحنا مركز على بين الخمسة لستة بالمية بين خمسة لانه اليوم اذا بدك تاخد برايم لوكيشن فينا ناخد لوكيشن مش برايم والعوائد يمكن اليوم تكون اعلى من ستة بالمية ولكن انا لانه كنت هون بالسوق من من 2006 وشفت شو صار اذا هيد السوق البرام لوكيشن ما بينقز كتير بينما اللوكيشن اللي ابعد شوي بتصير صعب التأجير طبعه وفي شي بيسموه الفيكنسي رايت قديش شقة فاضية الريسك تبع الفيكنسي رايت بيعلى اذا انت بمناطق مش برايم اذا انت بمناطق مش برايم احنا مركز على هالبرايم ايريز واليوجيلي برايم ايريز العوائد تعالى ما بتوصل فوق ستة بالمية تصدق الحين انت تتكلم رامي انا يعني التفاصيل هذي جديدة عليها اتخيل ان انتو يوم بما اننا تتكلم عن سرعة النمو والفرصة اشوف الفرصة من خلال هالاوبشن الجديد اللي هو ان الناس تبيع عقارها معاكم وممكن يتسوي لكم نمو سريع جدا هالسرع من الشي اللي انتو تبحثون عنه لان مهما كان انتو عدد معين من الناس وعدد معين من الفريق عندهم طاقة معينة اليوم وصل لعشرين يونت بالشهر ممكن اللي في الماركت الف اذا وصلهم ان شاء الله هالفيديو وهم كانوا مقتنعين بهالكلام فهاي فرصة اكيد رحنا اليوم نسميه التطبيق تبعنا منسميه two sided marketplace على الجهتين صحيح رحنا نتعامل مع البيع والمستثمر بس بقلك شغلي انا كتير بهمني المستثمر لانه شركتنا اليوم هي منصة استثمارية وبهمني انا اليوم المستثمر كيف نهتم فيه اذا عم نجيب من ال other side تبعى الماركت بليس للي هي الباية عم نجيب اشياء للي هي good returns وgood investments وgood location مشان هيك رحنا عنا فلتر على هديك السايد هدي كتير مهمة ويعني اليوم نستثمر اما بحط فلوسه بالعكار كتير صعب يعمل الدراسة اللي حاله ما عنده وقت ما بيعرف السوق ما بيعرف شو اخر التداول مين المستثمرين مين المطورين خصوصا اذا انت مش عايز بالبلد صح خصوصا اذا انت مش عايز بالبلد صح رحنا كل هيدا بنعمله على on behalf of the investor رحنا بنعمل ال home work رحنا بنعمل due diligence رحنا بندرس السوق وكل عكار اللي بنزل على يعني بتعرف امرار بيجينا مية عكار بس مناخد واحد صعب والله شيء لانه مكلف هذا في طاقات بشرية بس تعرف بشرية بس صار عنا التكنولوجي اليوم يعني اذا حدا نحط عكار بالداونتاون ما نفكر مرتينة حط عكار بالداونتاون بهالبنية وبنية برج خليفة لانه هو مطالب خمسة مليون رحنا عنا التكنولوجي اليوم دخري بتعرف انه هالبنية خمسة مليون is not the price the price مثلا سعر السوق اليوم اربعة مليون صدغري بنعمله افر باربع مليون rejection انه هيدا الافر طبعا صارت اسرع يعني اليوم صار عنا كتير ديتا على السوق وانا بنعرف شو السعر السوق وشو الافر اللي رحنا لازم نعمله هل الديتا هذي كلها من رشت ولا من عندكم انتو الاثنين الاثنين رشت نتكلم عن التطبيق طبعا هل في علاقة بينكم وبينهم عشان تربطون الديتا هار عم نشغل معهم هلا كمان نربط الديتا هو الديتا موجود بس بدك تسحبوه هلا عم نجرب نشتغل معهم انه يصير دغري موجود على الـ من يومين قاعد اكلم واحد من اصحابي بالتكنولوجي نتكلم انه اذا انا شركة مدلكم انتو وسحبت الديتا هذي بالـ AI هل الموضوع هل الموضوع هل يمكنك تعمل بيسموه للي انت بتاخد الـ هذا الموضوع ولكن اليوم يريدك الـ يكون الـ لذي يجب يكون عندك تعاون معهم ايوه ويجبك تاخد اخر و بعدين ما تعمل له بس اليوم انا بدي شوف من ساعة شو تسكر وشو الاجار كان من شهر وشو صار على اخر ستة شهر بهالاجار تولع ولا نزل هذا التعاون معهم و بعدين بالعكس هني مستعدين يتعاونوا هني بدون يتعاون لانه هي اهم شي اليوم بسوق العقارة بدون يشف هي وبدون يفتحوا العرقام بدون يخلوا العالم بتعرف اليوم وقفوا الفيك لستنج اليوم اذا انت بتنزل شي على بيوت للي هو بيكون فيك لستنج بيعاملو لك 200 ألف درهم اعتقد وجودة مهم عشان هالمواضيع طبع حلو هتكلمنا بصراحة بمواضيع حلوة بس تصدل في موضوع يمكن اهم موضوع ما تكلمنا عنه اللي هو الفاندريزينج الجولات الاستثمارية بنبدأ من البداية او من اول ما تأس الحين ردينا خلاص من الصفر اول ما طلعت الفكرة وقعدتوا مع الفريق كم حطيتوا فلوس عشان تأسسوا المشروع كيف فكرتوا في الجولة الاستثمارية يعني وصف لي الموضوع هذا مش انا منصور وصفه للمشاهد اللي ممكن هذا الكلام يكون غريب علي اول مرة يسمعه ممكن يكون هالكلام يساعد شخص اليوم عنده ستارتاب او عنده حتى فكرة كيف اصلا تتم الجولات الاستثمارية كيف تتم العلاقات او الاغريمنت بين الكو فاوندرس تيم بنبدأ من البداية الحين اقول لك يعني لما بلشناك ان انا ومناير مثل ما خبرتك اصلا نعرف بعض من 25 زيني وخلاص ازهقنا من الوظيفة اللي كان عنا اياها بس انا نحكي انه هو كان يشتغل بالبانك وانا كنت اشتغل مع مطور بس انا نحكي انه بدنا نعمل نأسس شي سوا وهو كان دايما يشوف بيطلعوا بالسوق العكار بقول يعني انت اليوم بتبيع والعمولة عالية وهالبزنس كتير مهم وكيف فينا نشتغل بشي بالعكار بصوص انا اطلع على موديلز بكل العالم شو فينا نشتغل شو فينا نعمل وصير تقل له انا بتعرف اليوم اصعب شي بالاستثمار العكاري هو الترانسبيرنسي والأفوردبليتي كيف يقدر المستثمر اليوم الشفافية والوفرة او التوافر التوافر 100% لان اليوم المستثمر كل العالم بدأت تحط مصرياتها بالعكار ولكن اهمة الصعوبة هي كيف يقدر يجيب اول دفعة او كيف بدو يجيب يحصل من البنك هذا اصعب شي دايما وبتعرف رحنا بمنطقتنا من انت وصغير بعلمونا الاهل بس عملت فلوس حطه بالعكار يعني انا باية مثلا ولا مرة علمني حط بالستوك ماركت ولا علمني حط بالكريبت وانا علمت انهولي لحالي لما انا كبرت بس رحنا منذ رحنا صغار بهالمنطقة خصوصا بالخليج وبشرق الاوسط بقولوا لك اهلك بعلموك بس تعمل شوية فلوس دايما نشطي عكار سو العكار من اهم مستثمرات يعني it's one of the most important investments for anyone anyone حط مصرياته فيه سو صلنا نتطلع اوكي شو فينا نعمل موديل قلنا اوكي بدنا نعمله affordable بدنا نعمله شفهية transparent بدنا نعمله digital سو طلعنا بستيك واتفقنا انه بدنا نروح نشوف مين بدنا نعمله وطلع انه بدنا نعمله وطلع انه بدنا نعمله المنظم هنه DIFC وDFSA شركة المالية المؤسس المالية حكينا معهن قلونا بدكم تقدموا تقدموا هالوراق وتعملوا هالليسنس يعني فيه بروسس سو اتفقنا انا ومنار انه هالبروسس يعني ما منترك الوظيفه الا ما ناخد الليسنس ولكن فيه يوم كتير زهقان وبندي اشتغل بقى خلص به الوظيفة اللي كنت فيها واتفقت مع منار انه انا هترك يا رجل هترك وحبلش فول تايم على استيك بتذكر رجعت عالبيت وخبرت على مارت قلت لأنت مجنون كيف تترك شغلك وبهالوقت كان وقتها كوفيد انه كيف هلا بتترك العمول وظيفة خليجي الانكم هلا ما بتعرف شو استيك استيك بس فكرة بعدين يعني خلص انا دائما بقول اذا ما بتفوت فيها مية بالمية لا تنفزه ما تتنفز واذا بدك تنجح بشي لازم تعطي كل جهدك ما في انه انا اشتغل شغلي وبعدين اشتغل على الايديا او الستارتاب طبعي لا بدك تفوتها مية بالمية اذا تركنا وانا تركت وبعدين بعدها بشي سبعة الشهر ترك منار وثنا نستثمر يعني لنبلش الشركة حطينا مصريتنا انا منار equal تقريبا كم حطيتو حوالي شي نص مليون دولار كل واحد وبلشنا الشركة لما بلشنا الشركة سوريا اكشي بدي ارجع مش نص مليون دولار نص مليون درهم درهم اوكي منطق يكثر صراحة عن نص مليون درهم كل واحد حط نص مليون درهم نص مليون درهم نص مليون درهم مع شخص او من شخص وطلعت هو من وظيفة رقب جدا كبير كبير وخصوصا عندنا اولاد وصح ويد صعب كبير بس يعني انا دايما بقول بالحياة اول شي يعني الحياة قصيرة اليوم اذا ما هتاخد ريسك ما هتوصل وانا بكل الكارير طبعا كان دايما اخد ريسك لما كان يطلبوا مين بدي يروح على روسيا يبلش شركة يعني يفتح شغل تبعنا هناك دايما احط ايدي انا بروح على روسيا ورحت عشت بروسيا السنة مين بدي روح على نايجيريا يفتح شركة هناك قللون انا للاصحاب الشركة تاعيتي قللون انا بدي روح على نايجيريا رحت عشت سنة هناك انا دايما تحب الادفنشور والريسك ومن وقتها ستقول اوكي يعني اوكي نحط مصاري وحطينا نصف مليون واخدنا هالريسك نصف مليون سعادتنا اول شي نقدم ونفتح الشركة لانا انت اليوم لتاخد اللايسنس من الرجل هاتي بدك تحط فلوس فوق المئة ألف دولار وقتا حطينا الفلوس وبلشنا انا ومنار انا شركة ما بنعرف بالتكنولوجي سو بنا نجيب حدا اني يعرف هو بيفهم بالفايننس انا بفهم بالريد كيف تفهمتوا معاه انا انتو حطيتوا نصف مليون نصف مليون هو كم حط محا هو هي ما بتفرؤ ادي حط هو اجا ويعني لما تجيب انت تعمل شركة تكنولوجي اهم شخص هو اللي بتجيبه هو تكنولوجي صحيح الناس اللي هيكون سيكون 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 الناس اللي بتجيب هاي الفلوس بس كيف رتبتوا الموضوع على الورق هل عطيتوا حصة وقتها؟ هلا اخذ حصة حصة يعني كبيرة بالشركة وصراحة يعني الله وفقنا انه لقيني لريكاردو يعني بيسألونا دايما شو اهم قرار عملتو انتو كفاوندرز هو انه لقيني ريكاردو عملني كوفاوندر لانه اليوم كشركة بالكبر تبعنا واللي بدنا نوصل انت اليوم لما تقول انا التطبيق بتلدي اضايي بدر استثمر بريل استيت بس هي ريل استيت اذا هافي شو عم بيصير من ورا هيدا كله تكنولوجي قرار الخيار لريكاردو بناء على شو هل كان عنده خبرة شخصية يعني في علاقة بينكم وبينها اه اهم شي انا عندي دايما لما حدا بدي يشتغل بستيك شخصية واللي حبيني بريكاردو عملنا كتير ناس بالتكنولوجي حبيني بريكاردو انه شخصيته مثلنا رحنا بنشتغل سبع سبع ايام بالجومة 24 ساعة يعني عن جد ما بنرتاهر كل شي كل حياتنا هي استيك لما لقينا واحد بالتكنولوجي تفكيره مثلنا بيفكر بالبزنس وموتيفيتد وسيريوس يعني مثل ما بقولوا لنا هيدا الكوفاوندر وهيدا بدا نفوت على الشركة وحمد الله يعني غيرنا الشركة كمبليت على التكنولوجي ساعة اول جولة استثمارية دخلتوا بها يعني لما فوتنا اول شي حطينا نصف مليون درهم كل حدا انا وشريكي يعني توتل مليون حطيته بعدين لاحظنا اوكي صار بنا نروح على تاني مرحلة لانه صار ندفع على التكنولوجي صار ندفع معاشات ندفع على ماركتينج رحنا على فرانزان فاميلي ودرنا جمعنا منهم حوالى نصف مليون دولار لسعادتنا لنزل البيزنس على السوق اليوم انت اذا تجيب فلوس مستثمرين على فكرتك لازم يكون فيه تراكشن هني بيه تحدي فعرفشو نصف مليون دولار مبلغ كبير على اهل واصدقاء كيف تفاهم معاهم على الحصة لان الحصة اليوم هم ممكن ياخذون حصة بكرا لما يدخل المستثمر بتقل الحصة الوعي المالي والثقافة المالية كيف يتم نقاش هالامور لان فيه ثقة ممكن هذا الشخص يكون اخوك ممكن يكون ابوك بس ممكن ما يكون عند الوعي كيف اللغة وصف للمشهد مقالد نقاللون انه اليوم الشركة توجدنا هيض Valuation طبعا وبتعرف لما تسكي مع محبت واجاتب ماشه حيحارزوك كتير على حشان حكينا معهن على حشان بسيط مش كتير عالي ومش كتير واطي بس وقت راحنا فكرني انه فيير قوة على الشركة منطقاء منطقي. نعم. وقلنا لهم انه اذا بتحطوا مثلا خمسين الف دولار ومئة الف دولار هالحصة تبعكم. وفاسترنا لهم انه هاي دي هتكون اول جولة. وتاني جولة ان شاء الله هنجيب مسلسمرين اكبر. ممكن تطلعون انتم. لا فيهم يطلعون. بس اني ما حبوا يطلعون. الحمدلله كله ضل معنا. بس حصتكم هتنزل. هتقل. لانه صار فيه فلوس اكتر بالشركة بقى الحصص استعودكم بدا تقل. بس اللي حلو انه ازا فايتوا مستثمرين كبار هيصير في فاليو اكتر على الحصص. حيح. والحمدلله كله تفهم بالموضوع وبالعكس شجعونا. ومش بس فايتوا بهالجولة فايتوا بالجولة اللي بعدين مع المستثمرين الكبار. اه وفي عنا فرنزل فاميلي بعضهم اليوم بالشركة من اكبر مستثمرين. ما شاء الله. ضلوا معنا وكل جولة يحطوا بعد مصاري. معناتها نحن في الجولة الاولى. اه اللي هي في البريشيد ممكن نقدر نسميها. كانت نصف مليون دولار. صح. الجولة اللي بعدها. اربعة مليون دولار. اوكي. نقدر نسميها سيد. هايدي السيد. اوكي. وبعدين الحمدلله كبرنا الشركة وصار بدنا نعمل بري سيريز اي بسموها. نعم. بين السيد والسيريز اي. نعم. جمعنا تسعة مليون دولار. اوكي. متى كانت هادي? هايدي بصيفية الفين وثلاثة وعشرين. اوكي. 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 وآخر جولة? اوكي. سوري. الفين وثلاثة وعشرين. الفين وثلاثة وعشرين. وآخر جولة كانت هلأ من شهر بتن جون. نسكرنا جولة سيريز اي باربعة عشر مليون دولار. حر. وانا بهمني. العالة دائما بتعمل هيصة كبيرة على الفاندريزين. صح. بس انا اللي قال لي هي انه الحمدلله اليوم لتكبر الشركة. عايز فلوس وعايز مستثمرين. يعني it's very important. كتير مهم اليوم لتكبر الشركة. بس انا لقلي هيدي مش اللي بحمسني. اللي بحمسني اكتر شي انه في ناس بيبليف بيامنوا بالفكرة اللي انت عم بتعملها. خصوصا متى ما خبرتك اللي فاتوا معنا بهالجولة اللي هني متى ارامكو وعد باي ارامكو بالسعودية وموبادلة اه اه او ام ايفي بي من اكبر شركات. هيدا بيشجعك انه اوكي لأ انا عم بعمل شي صح. الحمد الله. وهيدا اللي بحمسنا. ما بحمسنا يعني اليوم الفرق بين اربعة عشر او او تلاتين مليون دولار او عشرين مليون. هالفرق مش هي. اليوم اهم شي انك تاخد فلوس للي انت عايزهم. لانك تاخد فلوس كتير. البراشر هيكون عليك اكتر. صح. وحصير حتصرف اكتر من منت لازم. بقى لازم دائما انا النصيحة اللي دائما بقوله انه خد فلوس قد ما انت عايز لتكبر الشركة لتوصل على الناكست مايلسطون. الاربطاعش مليون دولار بتقييم كم كانت. بفضل ما نحكي فيها. اوكي. عادة هاي الصناديق كلها لازم. عادة هاي الصناديق اللي اتكلمنا عنها اغلبية جولاتهم بـ NDAs. ايه. بس حمد الله كان الـ valuation اكتر من 2x الـ pre series A. حمد الله يعني الـ value طبع الشركة كبرت. وانا كتير متفاعل انه ان شاء الله عـ series B الجولة التانية. بكون صالنا بشي منمم سنة ونص بالسعودية. اه. سو ان شاء الله الـ results تعولنا بيكونوا احسن. والـ results تعولنا بدوباي بكونوا كبروا اكتر. اه. سو الـ valuation ان شاء الله بكون اكتر. على. اه. جولة بـ 9 مليون دولار وبعدها جولة بـ 14 مليون دولار. وانتوا ما تشترون عقار. اللي يشتري العقار المستثمرين. اللي فلوس هذي وين تروح اكتر شيء? تكنولوجي. لها الدرجة مكلف تكنولوجي. فوق اللي خبرتك الهنا اليوم 73 شخص. فوق الـ 33 شخص بالتكنولوجي. انت تتكلم عن رواتب عالية. رواتب وعدد. يعني اليوم لتعمل تطبيق بالـ real estate بشعب خبرك انه انت اليوم تصور على هالتطبيق تقدر تشوف قدي تأجري العائد. وبعدين خبرتك الـ KYC. تعمل الـ KYC على المستثمرين من كل العالم. هلا التكنولوجي is not easy. صح صح. الديتا مالت هذي لالناس انك تعرفهم وتعرف شو القرارات اللي يحبونها ومتى ياخذونها. كل هيدا يعني بدك تعمل very advanced platform. صح. هيدا اول شغلي. بعدين اليوم بنصرف كتير على الـ marketing. كيف العالم تعرف عن stake. بدك تعمل marketing بدك تشتغل على الـ social media بدك تشتغل على الـ branding. يعني شغلي انا دايما بقوله مش بس رحنا عنا تكنولوجي كتير مهم. الـ marketing تبعنا والـ branding تبعنا is very important. لانه اليوم المستثمر لما بدو يحط فلوسه وبالشركة. غير انه بدو يكون التطبيق منيح وشافيهي وشافيهية وgood experience. most important على اللي بليحط مصاري از يكون هي ترست هالبراند. يثق بالبراند. يثق بالستيك. مين هي استيك. وصراحنا كتير منصرف على الـ awareness. ونخترع براند المستثمر يكون comfortable. يكون مرتاح مع هالبراند. وصو منصرف كتير على هاي. وثاني الشغلي عم نصرف عليه هو انه نكبر في السعودية. صلاة تاخد مكتب وتفتح فريق وتوزف فريق. مكلف صحيح. so the expansion هيدا بيكلف. اوكي معناته يمكن اخر جولة استثمارية راحت على التوسع اكثر. التوسع. صح. التوسع تحديدا في السوق اللي هو السعودي. السعودية وكمان نوسع هون بالإمارة. في ابو ضبي يمكن تحديدا. ابو ضبي ونكبر في دوباي. بعد بنا نعمل كتير في دوباي. قلو. عنا كتير مشاريع بنا ننزل ان شاء الله قبل اخر سنة. في نمو يهدى. مستحيل انا شوفه ما جنون هالبتر بصرح. بس تعرف انا الجنون بيخوفني. بس انا بشوف انه السوق بله شيهده. ما بينزل بس بله شيهده شوي. والهدوء منيح. دايما المستثمر بيقول لك لأ اذا هدوء انا بس بدي اطالع. ما هو السوق اللي بيضله بيطلع بيخوف. بس اذا صار فيه كتير منيح على الماركت. ما تشوف نمو في ابو ضبي اكثر من المعدل الطبيعي. ايه ايه بابو ضبي كتير. بتعرف يعني اليوم هيدا المين بدا نجي على ابو ضبي. لانه اليوم في دماند على الريل اس تايتون. ما عندك مطورين كتير متل بودوباي. مش محتاجة ابو ضبي ابليكيشن نفس ريست. ايه صح. بس اي تينك عم يعملوا واحدة. ما عارف صراحة. انت كيبك معلقة مبسوط. مريح. مريح. عم جرب قدمة فيه بالعربي. انت المفروض. انت المفروض انك يعني لازم يعني بما ان زباينك عرب لازم تطلع كثير بالعربي. هو تعرف يعني حتى بالسعودية يعني الجي ام طبعنا بالسعودية عم نقول له طلاع على يعني لما بيجينا مقابلات بالسعودية طلاع انت على المقابلات اللي لا لا انا بسته. هو سعودي? هو سعودي. اه اوكي. سو عندك مشكلة صار. الجي ام طبعك بالسعودية صريحة يعني انا او منار بنا نسير نطلع. انا من تجربة شخصية هو الموضوع مرة مرتين ثلاثة. بعدين خلاص الموضوع طبيعي. انت ما تشوف الالوف اللي واري الكاميرات هذه لا خلاص. بس مهمة بصراحة يعني الواحد ما يعني ما يقدر يوصل للناس اللي اذا واجه الناس كلمهم سماع منهم لازم. بقى لك راحنا بستيك وخصوصا انا وشركة كلها عنا ادكشن على اليوزرز. يوزر فيدباك. يعني بخبرك انا من شي شهرين وقفت عمل هيك لانو صرنا فوتنا الاي اي والاوتوميشن. انا كنت كل مستثمر بحط معنا فلوس خمسمائة درهم او خمسة مليون درهم كي تبعت له ايميل. ايميل. من عندك انت؟ من عندي انا. انا عندي ادكشن. وانت يعني مش اوتوميتد اليميل انتكعت بنا. انا عندي ادكشن انو بدي اعرف من المستثمر ليش استثمر معنا وشو فينا نحسن. انا بالعكس يعني معك انو تتواجه المستثمر وتكون public وتكون social لانو اليوم عم بحط فلوسه بشركة بديعرف مين وراها الشركة. بس انت تتكلم عن اعداد كبيرة بصراحة. اه. اه. وتسمع من عندهم اذا ارسلوا ايميل. اكيد. وبرد. كميات كبيرة. وبرد. انا كنت دايما انا كنت اعمل. يوم السبت اعمل احد. اعمل بلوك. بيعرفوا بالبيت عندي. مرتى وولادي بيعرفوا. يوم للزباين. بعمل بلوك ساعتين بالظهر. يا السبت يا الاحد. ونبرد على ايميلات. وببعض ايميلات وبرد على ايميلات. يا السبت يا الاحد. هيدي كتير مهمة عندي. كتير كتير مهمة. وسألني مرة مستثمر. قال لي طب انا وقتا يمكن كنا شيء ستة الاف مستثمر بس. قال لي انت هلأ رديت علي بس بكرة ان شاء الله تكبروا بالشركة وتوسعوا. حتظلك ترد على الزباين. تقول له ايه. وانبارح مثلا انا جايني في سبعة ايميلات انا كنت عبوضر ماتش البسكت بابو ظبي. وانت في قمة المتعة. اه ورديت على الايميل. ولا كافوا عليك. هذه الاشياء هي اللي تفرق والله بين رائد اعمال واخر. انا اليوم اللحق وانا دقيت لك تليفون من اول رنة رديت ودائما اقولها للشباب ربعي. رائد الاعمال الحقيقي او حتى الموظف الممتاز. من اول رنة يرد عليك. اعرف ان في ناس عندها ظروف وعرف ان ناس يمكن يكون مش في احسن نمود ولا كذا. بس هذا اللي يفرق بين اللي يريد يوصل واللي عامل الشغل مع عاملة الشغل. ميبني. وانا بل لك شغلي كمان. اليوم اذا انت عندك شركة ما فيك تعمل متل ما اقوله سويتش اوف. ما فيك. يعني اليوم بل لك انت بتروح فيكيشن. بقوله الفكيشن مهم. ايجري لازم تعمل سويتش اوف وريلاكس وتشوف العيال. اكيد. بس تعمل سويتش اوف بيجيك ميسيج بدك تردالي. ما فيك. انا تعودت على هالشي. وانا حتى لما كنت موظف بشركات انا كنت دايما يعني اذا تسأل حيالة من المدارة تعالي القديم بقولك رامي اذا احكيني واحد الصبح او سبعة الصبح. او طلبنا منه يروح على السعودية او لندن. او دود. انا لقالي الشغل دايما اهم شي نمبر ون. اكفير ناس يتكلمون رامي عن الموازنة انا شو الموازنة مستحيلة بصراحة واعتقد من كلامك هذا واضح انك تأكد كلامك. اكيد. صعب الموازنة. صعبة. صعبة. يعني وبعدين لازم تحب مهوي. دايما بقوله اذا بتحب شغلك. ما حيكون فيه موازنة. يعني صعب. هيدا يهم شي لاتسويت دايما بقوله يعني ما تروح على الشغل اذا ما بتحبه. انا دايما يعني لما يسألني حدا الناس انه ليه اشتركت شغلك. الحياة قصيرة اذا مش مبسوط بالشغل. ترك. حتى لو تروح تاخد وظيفة تانية. يعني. it's okay. take the risk. وروح على شغل تاني. حتى تكون مبسوط. يعني اليوم الانسان ادايا بيقعد بالشغل. خمس خمس ايام بالجمعة. من تسعة السباح. للستة سبعة. طب اذا مش مبسوط. عم بضيح حياته. باش بعد فيما درسة تقول لك خليك في وظيفتك وتركها فيها. اذا مبسوط ايه اذا مش مبسوط. ما هو اذا انت مبسوط حتروح على الشركة تانية وحتى تتركها. مضبوط. اذا انت مبسوط يعني فيه انسان بيعطي مية بالمية اذا مش مبسوط. لا مستحيل. يعني كيف هيتركها اذا مش عم يعطي مية بالمية. لا يروح على الشركة يعطي مية والساعتها الاوتبوت هيكون احسن. انا ما قلت لك فيه حاجات كانت فراسة. اذكرتها الحين. ايه. اتكلمت انت عن الداونلود وتكلمت عن الرجستريشن انكم سويتوا تقريبا خمسين الف من اخر. نحنا ما تكلمنا عن الكمبينز اللي انتم سويتوها. كم تصرفون مبالغ ماركتينج. اه. شو الكمبينز اللي عملتوها وناجحة. اه. اعملنا كامبينز كتير مسلا عملنا دعايات مع الام بي سي. اه. على التيفي. هول كانوا نشحين كتير. معقولة. اه. اعملنا كتير منيح. صورنا رحنا مع مخرج كتير مهم لبناني بلبنان اسمه امين دورا. اعملنا هيكي. ثلاثين سينة هيكي. ادفرتيزمنتز حلوين على ام بي سي. هو اللي نشحوا معنا كتير. اه. رحنا على السوشال ميديا بنصرف. يعني مبالغ مهمي. شاركني ارقام بليز. سواء على سوشال ميديا ام بي سي. لان في النهاية هي تجربة المشاهد اليوم يشوف في استفيدة يمكن منها. طيب قللك على ام بي سي. اصرفنا فوق الثلاثمية الف دولار. ام. والاعلان كم مرة تطلعها في الام بي سي. اه. هلأ قللك الريزولتز. هيكي. ازالتز في عنا كم ابسود يعني كم ادفرتيزمنت. نشاف اكتر من ثلاثمية الف دولار. حلو. هيدا اللي بساعد. هيدا ساعدتنا اول شي كستيك. انه يطلع الاسم. اه. وبعدين عملنا كم. رحنا بي سوشال ميديا نصرف فوق المئة ألف دولار شهرياً لنطلع الاسم وعلى السوشيال ميديا وإنستغرام فوق المئة ألف دولار شهرياً رقم كبير بصراحة هذا بس فيه فلوس ما شاء الله الحمد لله وفيه عوائد منه يعني بس تعرف يعني أبعلق على الأقام ثلاثة مليون دولار ويشوفونا ثلاثة مليون ثلاثمئة ألف دولار أو ثلاثمئة ألف دولار أوكي سوري ثلاثمئة ألف دولار لأم بي سي بستل رقم كبير ثلاثمئة ألف دولار ويشوفونا ثلاثة مليون أشوف أن هنا ممكن عامل براند لأم بي سي هو القيمة صح أكثر من الرقم لأن الرقم ممكن أجيبه بشيء يسمى سبونسر آدز نعم في بوست هو ليش مهم لما حدا يشوفك على أم بي سي براند غير ما نشوفك على إنستغرام صحيح 100% وخصوصا على المستثمرين اللي رحنا بدنا نوصلها بالمناطر اللي رحنا بدنا نوصلها كتير مهم حدا يشوفك على أم بي سي وهي دي ساعدتنا كتير ولي ساعدنا كمان رحنا حطينا يافطات على الشيخ زايد حلو هاي ساعدت كتير شفت هوايد صراحة ناسي بقولوا لك أنه يافطات ما بقى تمشي لقى تمشي يعني اليوم لما حدا يشوفك على الشيخ زايد هاي دي مهمة كمان بتعطيك رادي بي اللوحة اللي هي على الشوارع نعم صح كم تقريبا لوحة؟ بوقتها كنا عنا ديسكاونت كنا بنعرف حدا ساعدنا وحدا من الشيرهولدور ساعدنا هاي كلفتنا أقل من 20 ألف دولار هاي قيمة المستثمر لما يكون عنده علاقات هاي صح حلو يعني سوالكم اللوحات ب20 ألف دولار مدة كم؟ جمعتين جمعتين أسبوعين وكم لوحة ما تتذكر؟ كم لوحة؟ كم لوحة سويتو؟ عملنا بوقتها أربع لوحات على مدة شهرين جابت أكثر من السوشيال ميديا برأيك؟ لا السوشيال ميديا يجيب أكثر السوشيال ميديا أكثر بس ما هو اليوم ما فيك تركيز كل شي على السوشيال ميديا شوف أنا معاك الـ MBC اللوح في دبي أنا شوف هذا براند بصراحة أكثر من أنه يعني يمكن ما بقيس الداونلود بقيس قوة براند عليه الـ awareness الـ awareness يمكن يجيب من السوشيال ميديا أكثر وكذا لكم من هنا بس يعطيني بصراحة MBC والبيل بورد اللوح اللي على الشارعة يعطيني براند أكثر صح صح وهلأ بس فوت على السعودية عنا مشاريع كبيرة على الماركتينج حلو هلأ يعني حناعمل كامبين كبير إن شاء الله الله يوفكم يا رب متحمس أشوفها بصراحة إن شاء الله يعني بـ Q4 ستشوفها إن شاء الله إن شاء الله آخر ربع من السنة آخر ربع سنة شهرين ثلاثة قربنا برأيك شو هي أنجح يمكن كامبين سويتوها نحنا تكلمنا عن وائد أشياء الحين شو هي الأنجح يمكن كانت تعرف أنجح كامبينز عاملين هون اللي اشتغلنا مع الـ influencers معقولة معقولة لما تشتغل مع انفلونسر شاطر و بمثلك يعني مش حيا الله انفلونسر بس بمثل العوائد مننا بتكون عالية لذلك نجحنا كثير مع الـ influencers خاصة يعني آخر كم سنة؟ آخر سنة آخر 12 شهر نجحنا كثير مع الـ influencers كيف تقيسون؟ هل تعطونا كود؟ هناك الناس معطيون كود و هناك الناس بس نعمل مع انفلونسر منطفى كل شي تاني لاحبونا بالـ download وتشوف الـ registration وتشوف من أي بلاد إجو الكود إذا كان فيه كود بس منطفى كل شي تاني لنشوف قدية عم بيجي من هالـ influencers بما أننا نتكلم بالـ marketing ما شاء الله عدد كبير من المستثمرين أجانب من خارج مثلا الإمارات اللي دخل فلوسها من من أمريكا من أوروبا من الماركتنج في هذه الدول كيف تعملونه؟ أتخيلها صعب كيف أتكلم لغتهم كيف أسوي الشي اللي يحركهم وأنتوا وأنتوا من هنا كثير من نشتغل على performance marketing نركز على جوجل بس اللي بيساعد هو أكتر شي هي دبي لما أنت اليوم تعمل دعاية أنك في اليوم فيك تتملك في دبي بـ 500 درهم هايدي بساعدتنا كتير لأنه هاي دعاية مستفزة أنا شوية أن أنت اليوم عم تعطي حدا فرصة يقدر يفوت استثمار في دبي بـ 500 درهم بكل البلاد اليوم ورحنا نشوف دائما منشوف وين المستثمرين اللي عم يستثمروا اليوم بـ دبي من الـ data اللي بتطلع على الـ land department سو منركز على هالبلدين اللي هللي بتكون أميركا كندا، باكستان، الهند United Kingdom هالبلد، منعمل منعمل campaigns عليهم، منركز عليهم تعملونا in-house؟ كل شيء in-house، أنا بابا نعمل شيء outsource ليش ما تتعامل مثلا مع جنشة قوية مثلا في هالدول هادي يمكن تتكلم بلغة الشعب أكثر عنكم سو جربنا نشتغل معهم، ما ضبطت أول شيء غالين وما بيشتغلوا من ألبهم بـ stake لأ أنا بفضل نجيب ناس internal ونوظف ناس internal وهني كون عندهم experience بهالأسواق وكون عندهم passion على stake متل ما رحنا عنه سو بتطلع الـ campaign وبيطلع الـ creativity غير هؤلاء كي بيشارجوك بالإلوفات الدولارات يعني الـ output is not the same أنا تعلمت لما بلشنا stake إذا تكون ناجح إذا تكون ناجح in-house everything don't outsource أتفق وأختلف أتفق في أغلب الأحيان بصراحة بس أختلف أن يا أخي في بعض الأحيان أعطي الخباز خفزة من يومين أنا كنت مقابل ضيف كان يتكلم عن support function يعني مثلا أوكي ممكن يكون عندي مثلا HR manager بس ممكن مثلا إذا كان عندي آلاف الموظفين أنا ما أحتاج عشرة موظفين يسوي الـ ER فهمت عليه؟ صح ما بدأ عشرة موظفين I agree بس في التكنولوجي تربليس العشرة موظفين؟ نعم بس أنا بركز في العقار يعني أنا لو كنت مهمة فوجهة نظر هي في الأحيان يعني أنا أمانة وجهة نظري أنه ليس دائما كل شيء in-house لا بعض الأحيان third party outsource وأنتم سوينها كثير تبارتي بس outsource كموظفين انتم شو مسوينها؟ ايه بتعرف أنا عندي باد إكسبرينس بالـ outsource عندي باد إكسبرينس بالكيف بيشرجوا والتركيز على stake كنا عم تدفع لحدا مصاري بس كنا عم بشتغل على ست شركات ما عم بيعطيك الـ focus الـ output بيكون أقل والكواليتي بيكون أقل منفضل رحنا دائما نعمل شغلتين in-house وأذا في شيء بنقدر to replace my technology يعني إذا اليوم مثلا مثل ما إنت أتفضلت كنا بتحكي بالـ customer service إذا اليوم المجبور أطلع من 2 إلى 10 لا كيف في يجيب التكنولوجي حتى ما أطلع العشرة بس improve التكنولوجي طبعا حتى يضلهم شخصين أو 3 أشخاص بالـ customer service بس تجبرني اليوم كشركة to improve my technology أنا أشوف أنه غطينا تقريبا كل المواضيع اللي ممكن تغطيتها وأنا أشكرك بصراحة أول شيء أشكرك على قوة العربية كفو بصراحة بيضت الوجه شكرا ثانيا أشكرك على المعلومات القيمة نحن دوم نقول لنا ضيوفنا مدرسة وأنت اليوم صدق بدوم نجاوم لك أنت مدرسة لي أنا شخصيا وأتوقع لكثير من الناس شكرا في الأرقام في التفاصيل في الشفافية أمانة في هالأشياء في كثير من الناس للأسف يشو أن هذه أسرار أنا ما أشوف أسرار وأنت واضح أنك مؤيد لها الشيء وقاعد تشاركنا معلومات من شأنها أنها تفيد الإيكو سيستم إن شاء الله للستارتابس والشباب اللي يبون يفتحون مشاريع فأنا أشكرك منك القلبي والله شكرا للناس اللي توصل مرحلت ما بعد نهاية الحلقة تفاعلكم ونشركم لهذا المحتوى هو سبب رئيسي لاستمرارنا ولعطائنا كثير كذلك أشكر فريق ترينس بودكاست عادل في التصوير سليمان في الإعداد كذلك كريم في الإعداد شكرا لكم شكرا لكم